اه احنا المحاضرة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات اه خدنا شوية قسيات كده في وعرفنا ايه اه معنى كلمة ايه باي ويه الحاجات لنا ممكن مقسبة ايه باي وجربنا حاجة صغيرة كده عرفنا فرق ما بين الكاتجوري والفاميلي والطايب والالمنت او وعملنا قدم صغير كده بسيط بيجيب الانفورميشن بتاعت الالمنت يعني بنسلكت المنت بنجيب الانفورميشن بتاعته طيب النهاردة المحاضرة يعني دسمة شوية اه هنطبق حاجة يعني حاجة صعب شوية بس ان شاء الله مش هكون صعبة ولا حاجة وعشان ناخد اللي نعمل حاجة دي هناخد شوية برضو هنزود شوية او نولوج في بحيث نقدر نعمل اللي احنا عايزين نعمله طيب اه احنا عايزين نعمل ايه النهاردة? عايزين نعمل فلور راجل فلور راجل ده عبر عن ايه? انا عايز اليوزر يسلكت اه مجموعة وولز وبعد ما اسلكت مجموعة وولز دي هو يحصل اوتوماتيك ان هو يكريات فلور اه في الباوندر بتاعت الوول دي يعني لو انا عندي ارباح حيطان مثلا عاملين قوضة لو انا سلكت الارباح حيطان دول يعمل فلور في القوضة دي. ده اللي احنا عايزين نعمله فخلي نبدأ كده مع بعض ان شاء الله نشوف اه اللي هنعمله النهاردة. طيب الاجنة بتاعت النهاردة هناخد احنا المرة فات كلمة عن حاجة اسمها transaction وقولنا هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل فهنبدأ بيها وبعد اقضو حاجة اسمها selection filter. آآ وفا اه filter the element collector. اللي هو بتاع elemento. وناخد حاجة اسمها curve loop والفرقة بينها وبين ال curve array. وبعدين ناخد المسلوض بتاعت اللي انا اقدر اكريت بها او اكريات آآ فلور. وبعد اقضو في الاخر اللي احنا نعمل القادة اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكريات فلور فروم وولز. طيب يوانا بينا نبدأ مع بعض. طيب عشان نفهم موضوع خليه نرجع خطوة صغير الوراء هو بشكل عام فاديته ايه? فخلايا انا اخد مثال كده هو مثال شهير لو حد بيتعامل مع البنوك سواء بيدعم فلوس مسلا في البنك او بيسحب فلوس او بيحاول فلوس لحد او كان الحاجة اللي بيعملها. اه الصوت يا جماعة واضح فيها حد كاتل ما فيش صوت لو لمشكلة عامة الناس تقول. لا تماما هندسة الصوت من عنده او. طيب مش طبعا. اه حاول زي هيسم تزبط الصوت عندك اه واضح ان المشكلة عندك انت انا. خلاص ماشي. طيب فزي ما قلنا المسال بتاع البنك ده يعتبر اشهر المسال بتاع اه بعد الوقت لو احنا ولاكن مسلا فلان عايز يحول فلوس لفلان تاني. ولاكن ده مسلا احمد وده حمادة مسلا. فاحمد عايز يحول فلوس لحمادة. فايلا هيعمله? ولاكن مسلا احمد عايز يحول الف دولار اه لحمادة. طيب فول اول مفهول تشيك انه هو آه عندو الف دولار. او اكتر من الف دولار. ان هو مش يقدر يحول الف دولار. غير ما يكون عنده اكتر من الف دولار. طيب فعمشان البنك يتشيكي الكلام ده فدي اول حاجة هيعملها. طيب بعد كده هي مفهود يعمل ايه? مفهود يسحب الالف دولار يعمل ملزرور او يسحب الالف دولار من الحساب بتاع الشخص الاولاني ان هو هستميلاع هنا. طيب وبعد كده مفهود الالف دولار اللي تصحبت دي يحصل لها اداع او في الاكاونت بتاع الشخص التاني اللي هو حماده بالنسبة لنا هنا. وبعد كده يبلغ او يدي مسلا او ايميل او اين كان آآ زي كده للشخص التاني ان في اداع الف دولار جاله من الشخص الاولاني. طيب ده هنا حد هنا مش مشكلة. طيب ايه فكر الترانساكشن? فكر الترانساكشن بتبان لو حصل مشكلة او في العملية دي في النص العملية. يعني مثلا حصل ان احنا اخدنا عملنا سحب الف دولار من آآ الشخص الاولاني. وبعدين حصل ارر في النص حصل عطل حصل اي حاجة اي كان ال ارر اللي هيحصل. وبالتالي اللي هيكون النقطة اللي هيكون وقفين عندها بالزبط اللي هيكون خلينا نعمل كده. هنكون المشكلة احنا وقفين في النقطة دي في النص. فسحبنا الف دولار من الشخص الاولاني ولسه ما عملناش اداع للشخص التاني. فلو حصل ارر والعملية وقفت إيه اللي هيحصل? مش يكون فيه اداع حصل في الشخص التاني. يبقى احنا سحبنا الف دولار من واحد واعملاش اداع الف دولار التاني. يبقى الف دولار دي بقت معلقة في النص. يبقى فيه مشكلة هنا. سحبنا فلوس وما ودنهاش عند آآ شخص التاني. ودي ممكن تحصل. هي هي حال نادرة هنا هي تحصل بس هي ممكن تحصل. طيب. ايه الحل? الحل هنشوف بيكون الموضوع شكله ازاي? نفس المسال او نفس اللي عايزين ناخده. الشخص برضو عايز يحول الف دولار لشخص تاني. فبرضو البنك هتشكل اول ان ان هو عنده آآ اكتر من او يساوي الف دولار. طيب بعد كده اللي هيحصل. هنعمل حاجة زي آآ اسمها اللي هي عبارة عن المصار او العملية اللي هيحصل فيها مجموعة عمليات اللي انا عايز احكمها بالترانساكشن. فهنعمل زي المصار كده او اطار. الاطار ده عبارة عن ايه? اول حاجة هفتح الترانساكشن. هعمل كده ببدأ المصار. بعد كده كل الحاجات اللي عايزة تخش جو المصار هكتبها دلوقتي. زي اننا هسحب الالف دولار. وبعد كده هعمل اداع الالف دولار عند الشخص التاني. وبعد كده هبلغه واعمل للشخص التاني من جاله اداع الف دولار. طيب وبعد كده بعمل كميت يبقى انا كده خلاص عملت للعملية اللي حصلت. طيب. ايه الفكرة يعني ايه الفكرة في انه عملت? الفكرة في ايه بقى? ان لو حصل اي ايه في النص نفس المثال اللي فات. في الحلقة دي كل الحاجات اللي داخل المصار ده. اللي انا ببوينت عليه بالليزر. كل الحاجات اللي حصلت داخل المصار ده هيحصل لها حاجة اسمها رول باك. رول باك يعني كانسل. يعني كل الحاجات اللي حصلت دي هتتكانسل كلها مرة وعدها. بمعنى ان اما العمليات دي كلها تتم مرة واحدة كاملة. يا اما فيش حاجة تتم خالص. يعني انفعش ان انا حتة تتعمل وحتة انا ما تعملش. فالموضوع كله على بعضه بقت حاجة واحدة. في اما الترانساكشن ده كله يتم كله. يا اما يكنسل او يحصل له رول باك. فعندي حاجة ملتانية. اما كميت ان خلاص تسيف تشينشت اللي حصلت دي او رول باك يكنسل كل اللي حصل. فانا ضمننا ان حتى لو حصل اي مشكلة في النص في الحالة دي يحصل رول باك وكل ده يروح ولكن حاجة تحصل لها ان مش يحصل مشكلة بتاعت ان حصل سحب من من شخص. ومحصلش ايداع للشخص التاني. فدي فكرة الترانساكشن بشكل عام في كمثال واقعي في حالة البنوك. طيب نيجي بالنسبة عندي طبعا اه ترانساكشن عندي حاجة اسمها او الكلاص اللي بدر طبق به الترانساكشن ده. ده عبارة عن ايه? بيقول لي ان هو اي عمليات هتحصل في ريفت ما فوق تتم خلال او معنى اي اي حاجة هتحصل في الموديل او حاجة هتضاير في الموديل لازم تتم خلال عشان نفس الفكرة او انها مش شوية يضمن بيها ان الحاجات دي يما تتم كلها مرة واحدة يما ما تتمش. ليه? ان انا ممكن يكون بعدل في وحصل ارور في النص والتعديل ما خلصش. في الحالة دي مثلا ممكن يحصله حاجة غلط. ممكن يكون اعملت في حاجة وما ملتاش. فهو مش عايز زي يحصل. هو عايز يما الحاجة تتم كله على بعضها الامر كله. يما ما يحصلش حاجة. فهو هنا بيقول لي بعض اللي مفهودة انا حافظ عليها. مفهول ما يكونش فيه اكتر من واحدة مفتوحة في نفس الوقت. يعني في نفس الوقت. الحاجة التانية بيقول لي ان بعدها ان الحاجات تخلص بيعمل حاجة اسمها كمت زي ما قلنا من شوية. بيسيف التغيرات اللي حصلت في الموديل عشان تبقى بارت من الموديل او الجديد. الحاجة التالتة بيقول لي ان اي تغيرات اه حصلت في الترانساكشن. لو انا اه ترسانك شده حصل فيه او انا عايز اكانسل كل الكلام ده بعمل حاجة اسمها عشان يشيل كل التغيرات الحاصل ويرجع للموديل قبل بداية الترانساكشن. يرجع للحالة بتاعت قبل بداية الترانساكشن. طيب. عايزين نقول لي كمان. عايزين نقول ان هو هنا بيقول لي ايه? هنا بيقول لي في الكود المفروض او او الطبيعي ان الترانساكشن دي بتتقفل وتتفتح لوحدها. يعني هو لو حصل اي ارور في النص. الترانساكشن المفروض يحصل لها بشكل تلقائي. حاجة اسمها لو حد يعني متعمق في موضوع الاو بي او الابجكتور ده ان الموديل او الابجكت لما بينتهي او ما بيبقاش خراس لي وجود. بيحصل اه ديسبوز لي او ان هو بيعمل وبالتالي الابجكت ده بينتهي تلقائيا. بس في نفس الوقت هو هنا بيرو كومنت انت تعمل كومنت وتعمل الرو باك ده بشكل يعني انت انت بنفسك تعملهم بشكل مانولي. حتى لو هو هيعملهم بس هو اضمن ان انت تعملهم بشكل مانولي. وهيباني الكلام ده في الكود كمان شوية لما نيجي تطبق على الترانساكشن. طيب. عندي بعد كده ترانساكشن فيه تلاتة الاولية اللي هي اللي هو انا افتح الترانساكشن زي ما شفنا في المسال بتاع كان في حاجة اسمها حاجة اسمها ان انا بسايف حاجة اسمها لو انا عايز ارجع في الحاجات اللي حصل. فاول حاجة تانية حاجة ده في كل اللي حصلت في آآ نتيجة ترانساكشن ده. تلات حاجة طبعا بتاكيدها تكون اللي هو او اي تشينج حصل في الموديل آآ في وقت الترانساكشن. طيب. عايزيني نقول كمان في حاجة اسمها ترانساكشن مود. ترانساكشن مود ده عبرا ايه? احنا لو نستيق المرة فات لما جدينا نعمل بتاع 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 كنا قلنا نفي ترانساكشن مود حاجة اسمها ملول وحاجة اسمها ريد قولي. احنا ساعتها عملنا ريد قولي وما بين المنهم. ريد قولي ده لو انا مش هعمل اي تغيير في الموديل. بمعنى ان انا مجارب بس نها اقرأ الموديل. مجارب انا بجيب بيانات من الموديل لكن مش غير في حاجة. اللي هعمل كريت لحاجة ولا هعمل لحاجة ولا ابدات لحاجة ولا موف ولا قبي ولا اي حاجة. معنى صح ان اللي هيفتح الموديل قبل اه ما انت تعمل الحاجة دي هيفتحه بعدها مش هلاقي تغيير. مش هحس بقي فرق. كل الفرق انت خدت موديل لكن هيا ما غيرتش في الموديل اه نفسه. وبالتالي هنا اعمل ريد قولي. انك هتعمل ريد من الموديل. تاني حاجة هو عكس اللي احنا منها دلوقتي. هو في الحاجة دي انا بفتح الترانساكشن بقفله بنفسي. وفي الحاجة دي انا بعمل في الموديل. بعمل تغيير في الموديل. يعني بعمل موف بعمل كريات بعمل افديت بعمل دليت اللي مسلا لفلور او هو لو كان. ببعنا الصح اللي اختصر الكامل اللي فات قلناها على الترانساكشن فايدته. انه نضمن ان مجموعة حاجات معنا تحصل يما كلها ما بعضها يما ما يحصلش حاجة خالص. الحاجة التاني ان انا عندي يريد قولي ده لو هعمل او هجبت من الموديل من غير ما غير في الموديل. وتاني حاجة المانول لو انا هغير في الموديل لازم خلي منول. طيب. تاني حاجة عادي نتكلم عليها حاجة اسمها احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ان انا لما باجي اعمل لحاجة لما كنا مسلا بنسلكت دور آآ عشان نجيب بتاعت الدور هواء كان كنا بنختار يعني لو جدت تعمل كان ممكن يعمل لأي حاجة دور ويندو اي حاجة طيب. فرضا انا عايز خلي في فلتريشن في عملية يعني ما يقدرش يسلكت غير مجموعة حاجات معانا. او يسلكت حاجات وحاجات لا. هعمل كيف ازاي? يبقى اعمل فلتر في السليكشن. عشان اعمل فلتر في السليكشن. المفروض ان انا او اطبق انترفيس اسمه اي سليكشن فلتر. وحنا اخدنا المرة فاتت فكرة الانترفيس. اتكلمنا على وان انا عشان اطبق كنت بعمل لها وبشوف اللي جواها ليازل واعملها. نفس الفكرة هنا عشان اخلي يسلكت حاجة ويكون فيه فلتر يعني يكون فيه فلتر للابجيكشن. لازم اطبق حاجة اسمها اي سليكشن فلتر وهنتكلم عليها كمان شوية في الكود برضو اه بالتفصيل. طيب. بعد كده بعد كده خلاص انا عملت بتاع انترفيس اللي هو اي سليكشن فلتر. نفوق بعد كده انا اعمل احنا اخدنا المسود المرة فات اللي هي هنا ناخد مستل اسمها جمع يعني اختار اكتر او اسليكت اكتر من او اكتر من او اكتر من بديه طيب اللي هو مسلا او 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 ايان كان وبديله الفلتر اللي هيسليكت بيه. يبقى هو هنا ان هو هيعمل ملطب او هيسليكت ملطب الوبشيكت. بس في ناسة الوقت هيكون في كسم فلتر. يعني هو جاي يسليكت. لو مسلا انا خليته يسليكت مسلا بس. لو جاي سليكت اي حاجة تانية مش هيرضى يسليكت. هو هيدينه ان هو ما عندهش الامكانين ان هو يسليكت غير الول. دي فكرة وهنستفيد بها في تطبيق بتاع النهاردة فهنلازم كنا نشرحها في الاول. طيب. عندي حاجة تانية اسمها فلتر دي المنت كوليكتور. ايه التفلتر ايت من ده انا عايز اجيب حاجة من الموديل بس افلترها الاولي. بناء على مجموعة كونديشنز انا بدالها. يعني ايه? يعني انا عايز مسلا اجيب اه كل اللي في الموديل. طيب هنا في فرق عشان الناس ما تتلخبطش. ما بين ده هو ما بين السليكتشن فلتر. السليكتشن فلتر انا بفلتر عشان اخلي يسليكت حاجة. هو جاي يسليكت الحاجة من الموديل ولكن اللي عايز ان يعمل ده. مش يبقى عنده امكانية يسليكت غير الحاجة اللي انا بديله الفلتر عليها. ده كده بنسبة بالنسبة بالفلتر ده بشكل عام. انا كديفلوبر بجيب حاجة من الموديل. بجيب مسلا كل الوولز. بجيب كل الفلورز. آآ بجيب كل الدورز. فانا عايز سليكتهم. عايز اجيب كل الدورز اللي في اللي الاولاني. يبقى انا فيه فيه معين عايز عايز اجيب به او اكوليكت الداتا من الموديل. مش سليكت لليوزر. ده الفرق ما بين سليكتشن فلتر وبين الفلتر ده. هو بيكوليكت الحاجة. عشان بعد كده هيعمل عليها مجموعة عمليات. وليكن مسلا انا هجيب كل الدورز اللي في اللي الاولاني. عشان بعد كده اغير اسمها. عشان بعد كده هعمل لها موف. عشان بعد كده هعمل ايا كان. دي مروش علاقة خالص بالسليكتشن بتاع اه اليوزر. وهنا بيقول لي ان لازم الشرط بتاع ان انا على الاقل اديها على الاقل واحد. يعني انت عايز تكلكت ايه? يعني مسلا عايز تلكت الحاجة اللي من النوع ده شرط. عايز تلكت الحاجة اللي من النوع ده شرط وهكزا. وممكن يا فيه اكتر من الشرط. يعني اقول له هاتلي كل بدأ اول شرط وفي نفس الوقت اللي يكونوا في الدور الاول. ده تاني شرط. تالت حاجة اللي يكون بتاعها مسلا كزا. فيه كده شرط. بس على الال لازم يكون فيه شرط واحد. طيب. بعد كده عندي حاجة اسمها باختصار احنا قلنا من اي اه او من اي يعني هو انا عملت خلاص اختارت الدور وعملت الدور على فالدور ده يتحط في مكان معين. فالمكان او المودل او ده محطوط فيه في المودل ده بتاع طيب الفكرة بقى ان هنا ان حسب النوع بتاع عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها حسب هو ده ولا معنى ايه? معنى ولاكم مسلا التابل التابل ده ولاكم مسلا ده انا بعمل عبارة عن تابل فبعمل للفاملي ده في او بحط اه مودل بتاع الفاملي بتاع التابل في الرفت. فالمفقود هو انا بحط الفاملي بحطها في نقطة معنى. النقطة دي هي اللي اللي مسكة التابل لو انا جيت عملت موفل التابل بعد كده او ايه كان هو ده البوينت اكينه بالزبط كده حاجة شبيهة بتاع التابل او المكان اللي ممسوك منه التابل. طيب بالنسبة للاين لوكيشن حاجة مسلا زي الوول. الوول لما انا بجرسم هل برسمها بنقطة? لأ اللي بيجي يرسم او بيعمل مودل للوول على الرفت. وبيعمل الخط اللي هيحصل له او يحصل له مع ان هو هيبقى منطبق على الخط ده بارتفاع معين حسب ارتفاع الدور او ايه كان. طيب عشان ما ده يوضح خلينا برضو ناخد المسال بتاع التابل وبتاع الوول بشكل اوضح. انا عندي الفاملي بتاعة التابل زي ما شايفينها كده بالزبط. دلوقتي الفاملي دي انا عملت لها بليز. مفروض بليزة زي معمول في نقطة معانية اللي هي ممسوك منها بتاع التابل. فدي النقطة اللي ممسوك منها دي كده بنسبالي اسمها أو نقطة التمركز بتاعة آآ او نقطة المركز بتاع العنصر ده. طيب. بالنسبة للوول انا لوول لما بكي ارسمه انا مش برسمه مش برسمه بنقطة انا برسمه بخط والخط ها بيحصل اللي هو الارتفاع حسب ارتفاع الدول او ارتفاع الوول اللي انا هرسمه. فبيبقى عندي الخط اللي انا برسم عليه آآ الكيرف او اللاين بتاع الوغن. ده اسمه طيب ممكن حد هنا يقول هو اسمه طيب هو عبارة عن كيرف. اللاين عبارة عن كيرف بس كيرف آآ خط مستقيم يعني مش مش منحني وبتكون من قطين بس نقطة بداية نقطة نهاية لكن هما في الاخر اللاين ده نوع من انواع الكيرف. طيب. بعد كده عندي حاجة اسمها الكيرفلوب. الكيرفلوب ده باختصار عبارة عن سلسلة متتالية من الكيرفز. زي ما هو كده كده يعني عندي كيرف وليا خلاني نرسم مسلا بشكل آآ عشان يوضح بالضبط عايزين نعمل ايه? يعني عندي خط كده والخط التاني بعده والخط التالت بعده وهكزا. يبقى انا كده فيه سلسلة ورا بعضها من الكيرفات كيرف الاولاني الكيرف التاني. الكيرف التالت طيب هل فيه شروط اه? فيه شروط عشان نقوله على كيرفلوب ده ان هو كيرفلوب. طيب فيه شوية الشروط. شروط دي عبرها ايه? اول شرط انه يكون يعني اللي انا سامته ده كونتينوية فوما اتصل آآ مع بعضه يعني لمفعش ان انا اقول على ده. كيرفلوب. قد خط قد خط قد خط قد كده مش كيرفلوب. انه فيش اتصال ما بين الكيرف ده والكيرف ده. وفيش اتصال ما بين الكيرف ده والكيرف ده. لازم عشان اقول عليه يكون فيه اتصال ما بين النقط آآ وبعضها. ويكون طيب تاني حاجة بيقول لي ممكن يكون او ممكن صح. يعني كده صح. ما فيش مشكلة. وممكن يكون بالشكل ده كده. ده صح برضو. بمعنى النقطة البداية هنا الشرط تكون نفسها نقطة نهاية عادي. وهنا نقطة البداية هي نفسها نقطة نهاية. سواء او اللي اتنين يعتبروا ما فيش مشكلة. طيب. تالت حاجة بيقول لي ما يكونش فيه ما بين مخطوط او ببعضهم. يعني ننفعش يكون في خط كده. والتاني كده. والتالت مثلا كده. ننفعش بحيطة التداخلات او ما بين الخطوط. يعني اما هيكون الحالة دي اما هيكون الحالة دي. انهم يكونوا متصلين مع بعضهم. سواء او بدون ما يكون في آآ قوعات ما بينك. طيب. ده عشان آآ لو حد اكيد موازم نستطيع او نظام العام. كده فكرة انت عندك خط وخط مسا تاني وخط تارت. فانا انت دول مرسومين ورا بعضهم كشين او سلسلة ورا بعضها آآ ممكن تستمعهم بالبولولاين. يعني كده اعتبر اكيد انه بالنسبة للريفت. طيب عشان اعمل في بقواي عندي ميسود اسمها كرييت. كرييت دي فيه اكتر من من طريقة ان انا اعمل بها كرييت للكيرف لوب منه مسلا ان انا اقدينه الليستة بتاعة الكيرف يعني انا مسلا عندي كده 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 وكده. اقول له والله اخد الكيرف اولاني والتاني والتالت. وخلهم لي حاجة واحدة او خلهم لي متصل ببعضه. دي اول حاجة. طيب. تاني حاجة ان انا اقول له يعني نفس الكلام ده بس انا عندي موجودة هو. هقول له اعمل لي نسخة تانية منه. يعني انا نسخة تانية دي بعكاموك انا اعدل فيها انقلها اعمل فيها تعديل اللي انا عايز اعمله. طيب. تالت حاجة ممكن اقول له يعني انا عندي موجود وعايز اخذ اخد افست من ده يعني عايز نفس ده اخدوا يابها عماله او اعمال في اتجاه الشمال آآ ولكن مسلا واحد متر. طيب. عندي اوفرلود تاني من الميسود بتاع كريت آآ آآ اوفرلود معناها ان انا نفس الميسود بنفس الاسم بس في حاجة اختلاف معنا في اللي بتعملها او في وظيفة او حاجة زيادة بتعملها او مختلفة عن الاولانية. طيب ايه الفرق بين الاولانية والتانية او الميسود الاولى والتانية? الميسود التانية الفرق ان انا دي ممكن تكون مختلفة لكل كيرف. بمعنى ان انا لو عندي كيرفلوب بالشكل ده. مش شرط ان انا اخليهم كلهم افسد في اتجاه واحد. وبنفس القيمة لأ. ممكن اقول له مسلا اعمل لي كيرف اوني ده? في اتجاه اليمين? متر. الكيرف التاني في اتجاه مسلا تحت متر. هيبقى تحت التاني. الكيرف التالت تجاه الشمال مسلا متر برضو. يبقى انا عملت شبه او افسد للكيرفلوب بس كل واحد بافسد معين. لكن الفرق بين الاولاني او الميسود الاولى ان هو افسد واحد ثابت لكل الكيرف. في الحاجة دي انا بديله الكيرفلوب وبديله اللستة بتاعة الافسد او قيم الافسد بتاع كل كيرف. وهنا لازم طبعا يكون الصيز او العدد بتاع الاري اللي فيه الكيرفلوب هو نفس الصيز بتاع يعني لو عندي مسلا تلات كيرفات كيرف اولاني كيرف التاني وكيرف التالت. لازم بديله تلات مسافات كل كيرف للمسافة بتاعة بتاعها. طيب عندي بعد كتا حاجة اسمها الكيرف الري. الكيرف الري ده الفرقة بينها بين الكيرف لوب. الكيرف لوب ده قلنا سلسلة متتالية من الكيرفز. طيب الكيرف قال لي? ده مجرد يعني مصفوفة بتضم مجموعة كيرفز اه وراء بعضها. عشان اعمل عليها مجموعة من العمليات. يعني مفيش اي فكرة فيها بس الفكرة انها بتجمحهم مع بعض. فيها عبارة عن كيرفز. في ايه ممكن اقدر استخدامهم ان انا اضيف كيرف لالري دي. يعني عندي قلية قلية موجودة. فعايز اضيف كيرف لها. بعمل كيرف ممنضاف في اخر القلية. يعني في اخر عنصر. بضيف بعدها كيرف. عندي مزوع تاني اسمها انسرت الفرقة بينها وبين ال practiced أنا بضيف برضو عنصر. بس انا في الحاجة دي ممكن اقوله اضيف للعنصر ده في إ آآ اه قبل عنصر معين يعني انا مصلا عندي القلية دي ولكن القلية هي فيها كيرف وفيها كيرف تاني. فيها كيرف تالث. انا عايز ضيف قلية ده. بس عند العنص رقم اتنين. يعني عايز اضيفه في حتة دي. مش هضيفه في الاخر. فبالحقق دي هيوسع مسافة للكير ويضيفه وبعد كده يكمل بقية آآ ورا بعضها. يبقى الفرما بين الابند والانسيرت ابند بيضيف في اخر الاري. الانسيرت بيضيف في معين او في مكان معين. داخل الاري. طيب. بعد كده عندي قبل ما ندخل على الجزء التطبيقي. آآ والجزء النظري ممكن يكون طول شوية. بس هو ده لازم اسيات نعرفها عشان نعرف طبق اللي عايزين نعمله النهاردة. المسود بتاعة اللي هي بقدر بها في الموديل. طيب. المسود دي ممكن اعمل باكتر من طريقة. الطريقة اللي هنستهتمها النهاردة لها اكتر من برامطر. اربع برامطر. اول برامطر بياخد البروفيل بتاع الفلور. اللي هو عبارة عن بمعنى انا بجي ترسم او اعمل موديل في الريفت هتلاقي انت لو جيت تعمل الفلور ده. فت تدي له المصار الفلور ترسم فيها. ولكن مسلا ترسم مصار الفلور بشكل ده هتلي رسم داخل المصار ده. يبقى انا لازم ادي له مجموعة او اللي هيرسم فيها الفلور. عشان كده بتسميه بتاع آآ الفلور. تاني حاجة بتدي له نوع الفلور. يعني هل الفلور دي مسلا من نوع مسلا جنيريك آآ متون ميلي ولا جنيريك وتمتمونة ميلي ولا مية خمسين ميلي ولا كان. حسب نوع الاسلاب او نوع الفلور اللي انا عايز ارسمه. لو ان ما دهوش نوع الفلور هيرسم بال fulfillment type اللي هي موجودة داخل الريفت. сейчас حسب موديل اللي انت بتتخدمه. طيب بعد كده هيرسم الليفل الليفل هيترسم فيه. في الليفل الاولاني والليفل التاني وعلان كان الليفل اللي هيترسم فيها. رابح حاجة بدي له نوع الفلور هل هي او اركتكتشور? لو انا عايز اقول ان هي اركتكتشور بدي له البوليان او القيناة بتاعتها بفولس. يبقى هي كده بقيت اركتكتشور يعني مش لو انا عايز اخليها بدي له يبقى هو هنا زي ما بتجي ترسم برضو او بتعمل مودل لبلاطة على الريفت بيبقى عندك فوق بيبقى عندك يما تستخدم يما اركتكتشور الفلور دي نفس الفكرة بالزبط لو انا استخدم هتدي له لو انا استخدم هتدي له طيب عشان نبدأ نشتعل على ال الادل اللي اللي عايزين نعمله عايزين ناخد كده الخطوات بتاعة الحاجة اللي عايزين نطبقها. احنا عايزين نعمل ايه? قلنا عايزين نسيلكت مجموعة وولز. اليوزر يسيلكت مجموعة وولز. وبعد ما يسيلكت الولز دي يحصل حسب او المحيط بتاع الولز دي. طيب اول حاجة خلان قسم الشغل عشان انا ما نيجي نحل اي مشكلة. ومفقول نقسمها مجموعة اه مشاكل صغيرة عشان نعرف نحلها بشكل ابسط. فاول حاجة خلان ناخد الجزء الخاص بالولز. اول حاجة انا عايز اعمل ايه? انا عايز اتشيك الاول ان اليوزر ما يقدرش يسيلكت غير لان انا ولاكم مسلا موديل فيه على ناصر التالي جدا وموديل فيه حاجات مزدحمة والكلام ده كله. فانا جيت سيلكت حاجات ممكن ياخد معها الدور. فممكن يحصل مشكلة. انا عايز بس العشان يبقى دقيق في طيب اللي احنا اخدناه صحيح النهاردة اول مرة اللي فاتت اللي اقدر اخلي بيها ان هو يسيلكت بس. زي ما قلنا من شوية يبقى اول حاجة ان انا مفروض اطبق اخليه سيلكت فقط من المدن. دي اول خطوة عشان نعمل بها اه الادل اللي نعايزين نعمله بتاع الفلور. طيب تاني خطوة بعد ما خلاص عملت عشان يعمل سيلكتشن ليه الورز يسيلكت الورز خلاص يعني هو يعمل بيك اوبجيكتز ليه الورز. طيب ايه المسود او ايه الحاجة اللي خدناها ممكن تعمل اه سيلكت للاو اليوزر يسيلكت بيها اه حاجة من المودل. احنا قلنا ان في حاجة اسمها يو اي دوكمنت من المحاضر الفاتد. وحاجة اسمها الدوكمنت. قلنا دي الحاجات اللي فيها تفاعل مع اليوزر زي السيلكتشن والدوكمنت الحاجات الخاصة بالليليمتز الداتا كالليمتز. يبقى ان مفروض لو هسيلكت حاجة مفروض اقول له دوت سيلكتشن دوت بيك اوبجيكتز. واخدنا المسود دي المرة اللي فاتت. كنا اخدنا لو هسيلكت المنت واحد لما كنا نسيلكت الدور. المرة ده ناخد يعني بيسيلكت اكتر من عنصر. لان انا عايز سيلكت اكتر من الوول مش هو الواحدة بس. طيب الخطوة اللي بعد كده بعد ما عملت فلتريشن للوولز وبعد ما عملت سيلكت للوولز الكلام الوقت ده هو ده لها نطبق دوقتي عالكود بس انا بحاول ان انا اجمع خطوات عشان الناس واحنا رحين نعمل الكود نكون فاهمين احنا بنعمل ايه او ما نكونش تايهين من بعض يكون دين يا منظمة. طيب بعد ما سيلكت الوولز عايز اجيب الكيرفات او الكيرفز بتاعة الوول ليه? لان انا مفروض ان انا الكيرفز دي وبعد كده هاعملها عشان قديها للمس متاعة بحاست ان هو يرسم الخير فايل بتاع الفلور حسب بتاعة يعني هو احنا عايزين نرسم اصلا الفلور في او المحيط بتاع الوول يبقى انا يجب ميجب الاول الكيرف م與نا؟ طيب احنا قلنا الكيرفز دي ممكن اجاب منين؟ قلنا ان في حاس hissامها المaucation. ده يا اما الاين او كانiasm. فانا لو جيت عالوول هتلاقي في حاجة اسمها الوول ده بالنسبة الوول يعتبر او وبالتالي هيعتبر انا كده بجيب بتاع الوول. طيب بعد كده هجيب ايه? بعد كده هجيب طيب انا هجيب ليه? لان انا عندي انا وجينا قلنا مسلا انا ادي الكيرفز بتاعة الوول طيب انا ولكن ده دي الاربع حطان اللي عندي. انا عايز ارسم الفلور. الفلور هرسمها ولكن مسلا في المسافة الداخلية او محيط الداخلي بتاع الوول يبقى انا فوق ده ناخد يعني السنتر لاين بتاع الوولز ولكن دي السنتر لاين زي كده بتاع كل الوول فوق ان انا هيخد افسد نص المسافة بتاعة العرض بتاع الحيطة يعني او الحيطة مسلا عرضها ولكن ميتين ميلي يعني عشرين سنتي فوق ان انا اجي عشرين على اتنين ناخد عارضي وارسم بتاع او بتاع الفلور نفس الغلام هنا هاخد عشرين على الاثنين يعاني عشرة وارسم نفس القلم من الاتجاه ده نفس او امان هفوض اخد افسد من كل اه بتاع وال عبارة عدل المسافة اللي هي بتاعة الوتس بتاع الول على اثنين او نص مسافة العرض بتاع الوول. طيب عندي او حاجة داخل الوول اسمها ليه العرض بتاع الوول. معنا اتنين اجبت نص العرض قدر اخليها هو ده بتاع الوول. طيب بعد كده بعد كده انا خلاص جبت الكيرفز بتاعت الوول وجبت كان فضلنا حاجة احنا كنا منيجي نعمل الوول اه كنا منيجي نعمل اللي عايز نرسم فيه. طيب فانا عايزان عشان اجيب اللي الاول لازم اتشك ان هل الوول دي كلها اللي معمول لها هل في نفس الضور ولا لا ما هممكن يكون واحد بيسلكت حاجة من الول في الوول في الوول التاني والفي الوول التالت هو جاي بيسلكت التلاتة فما ايجي رسم فلول مش يرسم فلول لان الفلول لازم تبقى عايز يرسمها في اه في ليفل واحد. الاول تشيك او ان كلها متساوية. فعشان تشيك كلها متساوية. في حاجة اسمها بيجيب بتاع الليفل. بعد كده مفهود انا بتاع الاي دي بتاع كل بتاع كل الليفل. لو ما بيساوا بعض. يبقى انا كده اللي حصلها دي كلها نفس الليفل اللي بقدر ارسم الفلور. طيب اه كده دي الحاجات اللي عايزين نعملها الخاصة بالفلور. طيب الحاجات الخاصة الفلور. بعد ما خلصنا الجوز بتاع الول عايزين نرسم الفلور. نرسمه ازاي? اول حاجة هنعمل يعني بناء على اللي احنا جبناه من كل بتاع الول في الخطوة اللي فاتت. هنعمل طيب هنعمله ازاي? قلنا ان في حاجة اسمها اللي هو هيديله اه مجموعة بتاعة الول ويديله بتاعة هو يرسم اه بتاعة الماسفات اللي احنا بدي نهاله. طيب تانية حاجة هيعمل يضيف فيها او يابند كل اه كيرف من الكيرفلوب في الاري عشان الفلور اللي منيجي نرسمها ويمطلوب ان هي تاخد برامتر كيرف اري. ابقى هنعمل كيرف اري دوت ابند. طيب تالت حاجة هنجيب الليفل بتاع الفلور اللي احنا عايزين نرسم في الفلور. المفهول هو نفسه الليفل بتاع الولز. يبقى انا بعد ما عملت تشك على ان مبموعة الولز بتاعة الولز كلها نفس الليفل اقدر اجيب الليفل وارسم في اه الفلور. طيب الليفل هجيه من اين? هنقولنا لو هعمل لحاجة والدوكمنت لو هجيب داتا من الموديل. يبقى انا عشان اجيب داتا الموديل هقول له واخدناها المرة اللي فاتت. يبقى انا هتديه بتاع الليفل هيجيب اللي هو الليفل نفسه عشان اقدر بعد كده استخدمه. طيب بعد كده بعد كده عايز اجيب الفلور طيب اللي هارسم بيه. يعني انا عايز اقول له مسلا ارسمي البلاطة اللي هي عشرين سنتي او بلاطة اه مية خمسين اللي هي عشرين سنتي او خمشوار سنتي او اي كان البراطة اللي عايز ارسم بيها او فلور هارسم بيها. يبقى مفهول ان الاول اجيب الطيب بتاع الفلور. طيب احنا خدنا ايه النهاردة اول مرة اللي فاتت الحاجة اللي قدر اجيب بها او اجيب بها داتا من المودل بفلتريشن معين. يعني هقدر افلتر المودل واجيب منه حاجة معين. زي ما احنا خدنا النهاردة من شوية كده. خدنا احنا بنجيب او بنكليكت حاجة من المودل بس بدون ده الفرق ما بين او بين فلتر. فانشان اعمل حاجة زي كده هقول له فلتر ويدي له الحاجة اللي عمل لها اه يجيب كليكت بتاحها هي اللي مسلا اسمها كزا او بتاعها كزا. حسب اللي عايزين نعملها طيب بعد كده. بعد كده انا عايز اجهز المودل ان انا عامل في انا عايز اغير في الموديل ان انا هبدأ ارسم طالما اهو اعمل في الموديل او مفروض انا اعمل ايه? ايه الحاجة اللي خدناها اللي تخلينا نعمل في الموديل? مفروض ان احنا نعمل ان اي حق تغيير في الموديل لازم اعمل طيب اخر خطوة ارسم الفرور بقى اعمل يبقى المسود بتاعة ارسم بها الفلور طيب احنا كده عرفنا ايه الخطوات اللي مفروض ان نعملها عشان نبدأ نشتعل على اه البراج اللي عايزين نعمله او الادن اللي عايزين نعمله. وانت بشكل عام لما هتيجي تعمل اي اه كود او اي حاجة حاول تفكر في الموضوع بشكل الخطوات في الاول بعد كده تبدأ تقسمها خطوات صغيرة تبدأ تشتعل على الكود عشان انت لما تعمل كده غالبا المشاكل هتقل معك وانت شغال. طيب عايزين نبدأ نطبع على ونبدأ نشوف الكلام اللي قلناه نهار ده. آآ ممكن نطبقه ازاي? ساعدنا نروح كده مع بعض على طيب. خلينا نخلي الخطوات دي على جنب كده عشان آآ تبقى جنبنا. عشان نبعرفين احنا الخطوات اللي احنا بنعملها. طيب ده كده الموديل بتاع المرة اللي فاتت احنا كنا عملنا انفو لو كنا نجي البيانات بتاعي اللي انا بعمله طيب لو احنا خلان نعمل ده كده على جنب عايزين نهار ده نعمل ايه? عايزين نعمل طيب احنا اول خطوة هنعمل ايه? اول خطوة طب خلينا نكلي على جنب ونفتحها عشان ما ما تبقى الشاشة صغيرة كده. اول خطوة عايزين نعمل او نتأكد ان احنا بنسليكت الول اول. خلينا نفتح دي على جنب. اول حاجة هنعمل اللي احنا عايزين نستخدمه. ولكن هنسميه. احنا قبل المرة الفاتحة عملنا هنعمل نهار ده مسلا كلاس اسمه كرييت طيب الكلاس ده طبعا انا هخليه هقولنا عشان نعمل اي كوماند بنعمل اي? بنعمل اي? بتاع اي اكسترنال كوماند. زي ما اخدنا كده في المرة الفات كنا بنعمل اي اكسترنال كوماند وبعد كنا بنعمل اي اكسترنال كوماند ونبدأ نشتغل وكننا بنعمل حاجة اسمها والمرة فات كنا واخديني الترانساكشن هنيد قولي عشان كنا بمجارب بس بنجيب داتة من المودل مش بنعدل فيه. النهاردة هنخلي الترانساكشن مود منول عشان هنعمل في المودل. يبقى انا هعمل ايه? هقول له زي ما احنا بنعمل كده اي اكسترنال كوماند. وقلنا كنترول دوت بيخليني اعمل يوزنج اللي انا عايز ادعي في دوت يو اي. طيب بعد كده هنبليمينت الانترفيس. هقول له كنترول دوت هقول له انبليمينت انترفيس. هيعمل بتاعت طيب اول حاجة هقول له الترانساكشن. احنا المرفقة عملنا الترانساكشن اه كديد قولي. المرة هنعمل ترانساكشن منول. يبقى انا هقول له ترانساكشن هقول له هيعمل هيعمل هقول له بتاعي دوت منول. يبقى انا كده اعرفته ان انا هعمل اه تعديل في المودل فبالتالي هخلي ترانساكشن مود منول. طيب احنا قلنا ان احنا اه بناخد حاجة اسمها كوماند داتا بقدر جيب منها الابليكيشن او الدوكمنت او اليو ابليكيشن واليو اي دوكمنت. وان انا في حاجة اسمها المسيج ان لو حصل او في اه بقدر ازهر مسيج لليوزر. وان انا في حاجة اسمه ان انا ممكن اضيف فيها مرموعة ويهيلايت لليوزر اه الاليوزر ديه. طيب. مفقود احنا برجع حاجة اسمها الريزولت اللي هي قلنا او دوت او دوت او دوت او كنسل. فاحنا نخلاكم مسلا ان احنا نعمل هنعرف هنسميها نقول له دي بتساوي ريزولت دوت. طيب. وفي الاخرى هقول له الريزولت دي. طيب. عايزين نبدأ. عايزين نبدأ نطبق اه مجموعة الحاجات اللي احنا قلناها. اللي هي ايه? اول حاجة احنا قلنا عايزين عايزين نخلي اليوزر يسليكت فقط مجموعة طيب. احنا عشان اول نسليكت حاجة هنجيب اليو اي دوكمنت. يبقى احنا زي ما عمنا كان مرة فاتت. هنقول له بتساوي ولا يكون اسمها بتساوي الكوماند داتا دوت كل كان ده اخدنا المرة فات. ما بشي حاجة دي لسه بنقولها. دوت قبل خيشان دوت اكتف يو اي دوكمنت. طيب. بعد كده كنا بنجيب الدوكمنت عشان لو احنا عايزين آآ نجيب حاجة من الموديل. بسميها مسلا دوكمنت كده بتساوي دوت الدوكمنت. طيب. بقى انا كده جبت وجبت الدوكمنت. طيب خلان نعمل زي كومنت كده. جبت دوكمنت. بعد كده عايزين نعمل ايه? عايزين نخلي اليوزر بيسلكت اول خطوة. يسلكت فقط طيب عشان نعملها قلنا هنعمل ايه? قلنا المفروض ان احنا هنستخدم عشان نخلي يوزر يسلكت فقط مجموعة طيب انا هعمل ازاي? خلان نبدأ نطبق على الحاجات الجديدة اللي عايزين اخوها النهاردة. عشان نعمل افوض هعمل الكلاس. الكلاس ده اخليه الانترفيس اللي هو اسمه وخليه يرجع فقط العناصر اللي هي عشان لما يجي يسلكت يرجع فقط. طيب هعمل حاجة كده ازاي? مفوض انا هعمل كلاس جديد. الكلاس ده اخليه الانترفيس اللي هو ايه زي ما احنا عملنا هنا كده. وابدأ استخدمه. طيب انا ممكن نستخدمه في نفس الفايل اللي انا فيه دلوقتي. بس انا شايف الافضل ان احنا نعمله في فايل تاني وممكن تاني كمان كنوع من تنظيم الشغل. هي ممكن هنا زغيرة فممكن هتفاعمل في نفس منفة عادي. بس الافضل بشكل عام انت هتعمل اه الحاجة في فولدرز اللي واحدة. فنعمل مسلا فولدر. ولكن اسمه ريفت هلبر. اللي فيه الحاجات او ودوات اللي انا عايز استخدمها هتساعدني في المودل بتاعي بس مش 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 دايريكت او مش خاصة بالكوماندة فقط. يعني انا ممكن استخدمه بعكاة في اي كوماندة تاني. فاعمل هنسميه وليكن مسلا وول سليكشن فلتر. انا ممكن اسمي الكلاس اي حاجة الاسم مش مشكلة. الكلاس ده هخليه حاجة اسمها ايه? اي سليكشن فلتر. طيب انا هعمل برضو كنترول دوت هيقول لي هيستخدم فوق. بعد كده هقول له كنترول دوت. هيخليني الانترفيس اللي هو اي سليكشن فلتر. هتلاقيه ضاف تو ميسوس. ميسوس ما اللاو ايليمنت. ميسوس ما اللاو ريفرونس. طيب لو دي انا مش تخدمه في حاجة فانا ممكن ارجع مش 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 تابعنا النهاردة. لو اللاو ايليمنت دي بتاخد اللي هو هيعمله بتشك عليه مجموعة حاجات. يعني عايز تشوفها. الحاجة دي هي اللي انت عايز تعملها سليكشن او لا? فالنهاردة عايزين نشوف اليوزر او اللي خلي اليوزر يسليكت فقط الحاجة اللي من نوع طيب الوولز دي تعتبر ايه? تعتبر كاتيجوري. احنا خدنا نمار فات كاتيجوري. والطيب. يبقى انا مفروض اخلي اليوزر يسليكت فقط الحاجة اللي من نوع كاتيجوري اللي كاتيجوري بتاعها وولز. طيب احنا خدنا مار فات حاجة اسمها اللي هي اه الكاتيجوري الداخليات بتاعة وخدنا ان فيه مثلا كاتيجوري وكاتيجوري ودورز وحسب النوع الكاتيجوري. طيب فانا مفروض اعمل ايه? هقول له كاتيجوري. ماشي? ولكن اسمها كاتيجوري دي هتساوي. انا عايز اجيب الكاتيجوري بتاعة طيب. وهتشك الكاتيجوري دي. لو الكاتيجوري بدعت دي من نوع هرجع رجع ان هو بيرجع بوليان. بوليان دي كيمة. يمى يمى فولس. لو رجعت لو هي لقى الحاجة دي بترو هيعمل لها سليكشن. لو لقى الحاجة دي بفولس مش يعمل لها سليكشن. فانت لو جيت بترو ان الكاتيجوري دي من نوع بترجع تروه. يبقى هو اما يجي يعمل لقى الحاجة دي من نوع هيقدر يعمل لها سليكشن. طيب غير كده هيعمل يبقى مش يقدر يعمل لها سليكشن. طيب. عشان نفهم الكاتيجوري خلنا نقف كده على عشان تشوف الحاجة الكوت بتاعها عمل ازاي? ندوس عليها كليك يمين. هنلاقي جميع الكاتيجوري اللي موجودة داخل هنلاقي حاجة اسمه امسلا مش عارف ايه ده حاجة اسمه طيب هندور مسلا على الوولز اللي في اكتر من الول هنلاقي حاجة اسمه اناung ما اسمي بتاع الول هتلاقي في حاجة اسمها حاجة اسمها بنا عين كان الكاتيجوري دي كل الكاتيجوري اللي موجودة داخل هنلاحظ حاجة مهمة جدا هنلاحظ ان الكاتيجوري ده كل الكاتيجوري منهم عبارة عن رقم او بتمسر رقم والارقام دي كلها انتجر يعني ارقام صحيحة وكلها سالب كلها بالسالب ده عبارة عن ايه عبارة عن الاي دي بتاع الكاتيجوري يعني كل الكاتيجوري عشان يميزه عن التانية ميدي له اي دي مختلف عن التانية عشان لو ما يجي لو انت عايز مثلا الاي دي الكاتيجوري الاي دي بتاعها اه بالرقم ده بسعتها هيسليك فقط او عايز الرقم بتاعها ده هيسليك فقط وهنلاقي انا اللحظ حاجة اسمها تحت يعني حاجة خطيئة او غير صحيحة بتاعها بسلب واحد يعني هو عايز يقولك ايه? عايز يقولك ان لو انت هتديله بسلب واحد معنى كده ان الكاتجور دي هو ملاقهاش او مش موجودة في اه الموديل او مش موجودة في طيب اللي انا عايز من الجزء اللي انا بقول له ايه? ان احنا عايزين نقول ايه? عايزين نشك على الاي دي بتاع الاي دي بتاع الاي دي بتاع الاي دي. لو هي بتاع الوولز يبقى هنرجع يبقى هو يقدر يعمل لو اي حاجة تانية هنخليها مثلا بسلب واحد بالتالي بالتالي ما يقدرش يرجع يرجع اه بسعتها ما يقدرش يعمل طيب فانا ممكن استخدم الاي دي ممكن استخدم الكاتجوري. طبعا الاي دي انا مش 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 ازرف حاجة ان انا استخدم الحاجة في الاركام كده اللي ممكن اركام دي اه تبقى غلط او انا استخدم حاجة غلط. فالافضل انا استخدم احول الرقم ده لالاسم ده اللي هو الوولز. طيب هنعمل الكلام ده ازاي? خلينا نجع تاني الوولز. انا عايز اعمل ايه? عايز اجيب الاليمنت ده. هنلاقي ان الاليمنت ده جوا حاجة. ليه عبارة عن ايه? الكاتجوري. سانية انا عشان لازم نرجع حاجة ولا يكن مسلا نرجع طيب انا عايز اجيب الاي دي بتاع الاليمنت وبنوع على الاي دي ده اجيب الكاتجوري المفقه الاي دي. فانا ممكن اعمل ميسو التانية ولا يكن مسلا اسمها بترجع انتجر او بترجع اي دي. اسمها مسلا جيت كاتجوري اي دي از انتجر. يعني هاتلي اي دي بتاع الكاتجوري كرقم صحيح اللي هو الارقام اللي احنا شفناها من شوية في الارقام دي. طيب ده بياخد ايه? بياخد ايلمنت. طيب المسو الدي مفوض ان انا هقوله ايه? هقوله رجعلي الايلمنت ده. دوت الكاتجوري. دوت الاي دي دوت انتجر فاليو. هيرجع هيخش على الايلمنت. هيجيب الكاتجوري. بعد كيه يجيب الاي دي. بعد كيه يحولها الرقم صحيح. وبانا كده برجع بتاع الاي دي. طيب بس قبل ما اعمل كده خلان يعني نزبط الكود ده شوية. الكود ده ممكن يعيش في مشكلة ايه? ان لو الايلمنت اللي مبعود ده بنال يعني مش موجود هيضرب ارور. نفس الكلام لو الكاتجوري بنال هيضرب ارور. لو ايدي بنال هيضرب ارور. ممكن اتشك على الكلام ده اقوله لا وانا هو مش بنال هات الكلام ده وبنال يعمل حاجة معانة. بس في حاجة احسن من كده ممكن استخدمها. اه حاجة اسمها انه ممكن اعمل ايه? اعمله علامة استفهام كده. ما علامة استفهام دي معناها ان هو اه هيرجع لو الايلمنت ده. لو الايلمنت ده بنال. لو الايلمنت ده مش بنال هيخش يجيب الكاتجوري. بعد كده لو الكاتجوري ده مش بنال هيخش يجيب الاي دي. لو الاي دي مش بنال هيخش يجيب الاي انتجر فالي. طيب لو بنال انا هقول له بقى يعمل ايه? اللي هو ما لقاش الكلام ده اولا الكلام ده كل بنال هقول له هجع لي سلب واحد. معناها ايه الكلام ده عشان الناس دينا تبقى مبسطة. حتى فأنا لما قلنا ان في حاجة اسمها اي دي رقم صحيح لكل كاتجوري. وقلنا لو الاي دي ده بسلب واحد معناها كده ان هو يعني مش هيجع حاجة او هيقول له انت متعافش عمس الليكشة ان انت ده حاجة غير طيب فاحنا هنا عايزين نقول له. شوف الالمت ده. هنا علامة الاستفاهم معناها بيسأل نفسه. هل الالمت ده بنال? لو بنال خلاص يعني هو هيخرج بالكلام ده وهيرجع بسلب واحد. طيب. لو مش بنال خش هات الكاتجوري بتاعتها. طيب هل الكاتجوري دي بنال برضه هيرجع سلب واحد يبقى خلاص خلص كده. طيب لو مش بنال طيب خش هات الاي دي. نفس الكلام لو بنال رجع سلب واحد. لو مش بنال خش هات الانتجر فالي. طيب لو كل الكلام ده بنال هيرجع سالب واحد. يبقى هو هنا او ال او النال اللي هنا ده معناه ان هو هيرجع الكلام ده لو مش بنال ولو بنال هيرجع السالب واحد. والسالب واحد بالنسبة لي بتمثل او نتمثل نية حاجة مش موجودة. طيب انا بقى كيف مفوضة اعمل ايه? هقوله بتساوي. انا هقول له جيت المثل اللي احنا نسا عاملينها. جيت كاتجر و اي دي از انتجا. هتدي له. طيب. مفوض لما تديره هيحصل ايه? هيخش على المسل دي. هيتشك والكاتجر و هيرجع اللي هي بانتجر برقم صحيح. طيب انا عايز احاول رقم صحيح ده لنوع كاتجر. انا عايز احاول من الرقم ده لنوع كاتجر. عشان اعمل كده اعمل حاجة اسمها كاست او تحويلة من النوع الانتجر لكاتجر. بحط كده هقول له كاتجر للكلام اللي هنا ده. يبقى هو كده بيحول بيحول الحاجة اللي هو جابها من الاليمنت لكاتجر. او بيحول اللي جابه هو مدي هنا مدي ايرون هنا. اه مفروض ان دي تبقى كابتل كده. طيب فهو هيجيب ايه? هيروح على المسل اسمها جيت هيروح على هنا. هيتشك الكلام ده. لو هو في قيمة يقدر يرجحها. هيرجحها. بعد ما رجحها يحولها لبلت ان كاتجري. ويحطها على العنصر ده اللي هو اسمه طيب. لو غير كده هرجع سلب واحد وبالتالي لما ييجي حولها هنا هيددله يعني حاجة مش موجودة. طيب انا بعد كده مفروض ان انا اخر حاجة عاملها ايه? اتشك بقى اصلا البلت ان كاتجري دي. هي نفسها الكاتجري بتاعت الوول. فانا مفروض ده انا اقوله. البلت ان كاتجري دي. لو هي بتساوي. البلت ان كاتجري بتاعت الوولز. ده دي. في الحالة دي. رجع. يبقى هو هنا هيجيب ويحاول لو الكلام ده كله هو بتاع هيرجع تروها. غير كده هرجع الكلام ده كله ممكن اختصر برضه في سطر واحد ممكن انا اعملها بالشكل ده يعني ممكن الكلام ده كله اختصر وقول له ايه? انا هقول له هاتي بتاع الاليمنت احاول البلت ان كاتجري. ولو الكلام ده كله يعني خلانا اختصر الكلام ده كده نعمل له كومنت. اقول له لو الوكم ده او الكلام ده بيساوي البلت ان كاتجري دوت الوولز الكلام ده. طيب ده معناها ايه? معناها ان هو خاصلة مش محتاجين ده في حاجة? ولا محتاجين الكلام ده في حاجة? طيب. معناه السطر ده ايه? ان هو هيروح يجيب الاي دي بتاع ويحوله لبلت ان كاتجري. وبعدين بعد ما يعمل الكلام ده هيتشك لو هو بيساوي الكاتجري بتاعة الوولز هيرجع القيمة. هو هنا هيتشك الكلام ده. لو بترو هيرجع لو فولس هيرجع فولس. فولا هو رجع يبقى هو كده في الحالة دي وبالتالي هيرجع لو هي فولس هيرجع او هيرجع يعني وبالتالي مش هادر لو السطر ده في لخبطها ممكن نرجع عادل اللي احنا كنا عاملين وهي هي نفس الحاجة بالضبط. هو نفس القيمة اللي احنا بنرجح هنا هي نفسها اللي بنرجح هنا. طيب بعد كده خلصنا جوز بتاع عايزين بعد كده نجيب أو نستخدمها. يبقى انا هعمل الوول سليكشن فيلتر. هعمل منها. طبعا هو انا عايز يقول لي يوزنج اللي احنا يفوردر احنا عملناه عشان يقدر يستخدمه. لازم يدفه فوضة فولي هنا. طيب هقول له الوول سليكشن فيلتر بيساوي الوول سليكشن فيلتر. يبقى انا كده بجيب الفلتر اللي قدر سليكت بيه الوول. فقول له هنا مسلا. يعني آآ اعمل لي عنصر جديد من فلتر. بعد كده قلنا ان مفروض نعمل ايه? بعد كده قلنا المفروض ان احنا هنسليكت الوول من يبقى انا مفروض ان انا اقول له. دوت سليكشن دوت دي بتاخد ايه? بتاخد النوع اللي انا عايز اعمله اللي هو قلنا فيه او او اه او او اه او احنا ممكن نقول له وبياخد تاني حاجة حاجة اللي هي بنسبة لنا هنا اللي هو بتاع الوول اللي هو الوول سليكشن فيلتر. يبقى اقول له اه اكتر من المرة فات كنا كنا بيرجع واحد فكنا بالنسبة لنا آآ المفروض ان احنا هنرجع اللي هو الحاجة اللي بتشاور على العنصر اللي هو عماله سليكشن. طيب انا دلوقتي يرجع اكتر من عنصر يبقى هتليه بيرجع يعني لو ويفنا عليها كده هتليه بيرجع يبقى انا مفروض ان انا اجي وارا هقول له اي list of هسميها مسلا ده كده هستقبل فيها المجموعة الحاجات اللي عاملنا سليكشن. ممكن نعمل هنا كومنت نقول له مسلا سليكت زي مسلا. طيب احنا كده طبقنا اول خطوطين عملنا سليكشن فلتر بتاع الوول. وعملنا تاني حاجة سليكت للوول. طيب تالت حاجة بعد كده كنت عندنا ايه? كنت عندنا تالت حاجة ان احنا عايزين عايزين بقى نخش على الوول نجيب مجموعة الكيرفز بتاعتها ونجيب مجموعة اللي هو الويتس على اتنين ونجيب بتاع الليفل بتاع كل واحدة عشان بعد كده لما نجي نستخدم الليفل ده المضامنين هو آآ الليفل واحد لكل الوولز وبالتاني قدر نرسم الفلور في الليفل ده. يبقى عايزين نجيب الكيرفز وعايزين نجيب ونجيب الليفل اي دي. طيب. بس الاول قبل ما نعمل كده عايزين نتأكد الاول ان دي مش بنال. احنا قلنا ان في مشكلة ممكن تحصل عند اي حاجة هو بيجيب حاجة الموديل. لو هو ما عارفش يجيبها هيرجع نال. وبالتالي ممكن يضرب في الموديل. فان الاول عايز اتشك ان دي مش بنال. يقول له ايه في الريفرنس دي لا تساوي نال. دي حاجة. تاني حاجة ان هو ممكن ما يرجعش نال. بس يكون مفيش ولا عنصر من اللي عمله يطبق عليه الحاجة. فممكن يكون كحالة ممكن كيس تحصل يعني ان الليست دي تكون فاضية. فممكن اتأكد من الكلام ده بان انا اقول له ان يعني العدد بتاعها اكبر من الصفر. يبقى عشان يبدأ يعمل الحاجات اللي عايزين نعملها يكون دي مش بنال يعني مش فاضية. يعني الحاجة دي لاقاها. وفي نفس الوقت عدد العناصر اللي فيها اكبر من الصفر. وبالتالي اقدر اشتغل على اه مجموعة الحاجات انا عايز استخدمها. طيب. انا ممكن كمان كنت اعمل تاني ان بدل ما تكون اكبر من الصفر. ممكن اقول ان هو اكبر من تلاتة. ليه تلاتة? لان انا او اكبر من اتنين. لان انا مستحيل اعمل او المجموعة تكون مجموعة اكتر اهل من تلاتة. لان عشان نرسم مسلا فلور. لازم عقال يكون في اه تلات حوائط او اربع حوائط عشان ابدأ ارسم قوضة. عشان قوضة بشكلها مربع. فانا ممكن كمان اخلي دي اربعة. بس خلينا ندخل في حالة جنرال اللي هي تكون لقى اه ان يكون في على القال عنصر واحد. طيب في الحالة دي نبدأ نشتغل. غير كده او هقوله بتساوي. طيب. عايزين نبدأ نشتغل. عايزين نقوله ايه? نقولنا هنجيب من من دي هنجيب يبقى احنا نقول نقول له يعني لكل عنصر من الريفرنس دي. عايزين نده نشتغل عليه. احنا قلنا ان الريفرنس قبارنا هو بيشاور على العنصر لكن لسه ما جابش العنصر نفسه. وعشان نجيب العنصر كنون نعمل ايه? كنون نعمل دوت جيت المنت كنون نديله الريفرنس. يبقى نديله الار اللي هو بنزدال هنا الريفرنس. ده انا عايز استقبله اجيب استقبله كول يبقى انا هقول له الوول بتساوي دوكمنت. وقلنا ان هو هنا بيرجع وعشان استخدم ده كول مرفقكم بنستخدمه كاليمنت صيب عشان استخدمه كول هنعمل ايه? از وال ده نفس كانوا قلناه المرة اللي فاتة. يبقى انا انا بجيب كل الريفرنس بجيب الدوكمنت او من الدوكمنت اللي هو الريفرنس عليه. وانا كده بجيب العنصر ده. طيب بعد ما اجيب العنصر ده مفوض ان انا اعمل ايه? مفوض ان انا ابدأ اعمل اللي في ها واعمل اللي فيها المجموعة واعمل اللي فيها عشان انا بعد كده اقاد من كل قول الكرف بتاعه في اللي بتاعة الكرفس في اللي والليفل اي دي في اللي في اللي بتاعة طيب فانا مفوض ان اعمل التلاتة فانا هليكم مسلا هرجع ورا كده وابدأ اعمل فانا هقول له هنسميها مسلا بتساوي ليو طيب هنسميها هنا مسلا نفس الكلام ده ممكن ناخده copy اللي هي مجموعة اللي احنا عايزين نعملها طيب ده عبارة عن ايه? عبارة عن قيمة يعني ممكن تكون فيها علامة عشرية يعني مسلا ممكن اه حاجة ونص حاجة وربع وهكزا مش شرط ان هيكون قيمة صحيحة مش انتجر وبالتالي هقوله بتساوي اللي احنا عايزين نتستخدمها بتساوي طيب الحاجة التالتة طيب اللي احنا جده ندخلنا كده على هنلاقي ان في حاجة اسمها النوع بتاعها يبقى انا مفوض اعمل اللي بانا اقول له برضو اللي بانا جده اللي هتحط فيها الكيرفز والليس اللي هتحط فيها اللي باعك انا اجيب على كل اضيف الكيرفز بتاعها في اللي ست بتاع الكيرفز واضيف بتاعها في اللي ست بتاع الافست واضيف اللي في اللي ست بتاع اللي بل اي دي طيب يبقى انا هقول له ايه? هقول له الوول كيرفز دوت اد عايز اضيف عايز اضيف ايه? احنا قلنا الكيرفز ده لو نرجع تاني ليه الابور بوينت لحاس ما بقدر اجيب منها اللوكيشن كيرف بتاع اللي بانا اقول له قول دوت لوكيشن لو افت عليه هتلاقي نوعه لوكيشن طيب اللوكيشن ده ممكن يبقى بوينت لوكيشن او لوكيشن بوينت او لوكيشن كيرفز يبقى انا انا اقول الحاجة دي ليه اه لوكيشن كيرفز هقول له از لوكيشن كيرفز طيب الكلام ده كله انا كده اجيبت لوكيشن كيرفز عايز اجيب بقى الكيرفز نفسه بمعنى ايه? لوكيشن كيرفز ده معناه المكان اللي فيه الكيرفز عايز اجيب بقى الكيرفز نفسه يبقى انا افترض جوة الكلام ده كده هقول له دوت كيرف. لبقى انا كده جيبت الكيرف نفسه بتاع اللي هو بقى بيحمل البيانات بتاعة الكيرف اللي هو الستارت بوينت والاند بوينت والكلام ده كله. طيب. بعد كده عايزين نعمل ايه? عايزين نضيف في الافسيتس. قلنا برضو في البور بوينت. قلنا هنجيب الوولد وتويتس ونسيمه على اتنين. وبقى كده هيجيب نص العرض بتاع الحيطة. ده كده الافسيت اللي عايزين نعمله. يبقى هنقول له على الاتنين. طيب. بعد كده عايزين نضيف برضو عايزين نجيب الوول دوت الليفل اي دي. طيب. عايزين برضو نعمل كده آآ زي كومينت. نكتب مثلا ناخد الكلام ده كده قابل. ونخليها مسلا والافسيتس او والويتس. او هافويتس مسلا اللي هي نص العرض بتاع الحيطة لالافسيتس كيرف او الافسيتس لس. طيب نفس الكلام هنا الليفل اي دي تو الليفل اي دي لست. طيب. في برضو حاجة كنا ممكن نعملها هنا. قبل ما ما نعمل الجزء بتاع الكيرفس وي الوفسس وي الليفل اي دي. انها كنت عادة تشيك برضو ازا كان الوول دي لما هو جاب بتاع الريفرنس انه هو عارف يلاقي الريفرنس انه ممكن برضو يحسن مشكلة. هو طبعا حاجات دي كلها يعني انا بحاول اهندل الارز عشان ما تحصلش. فالافضل كنا ممكن نعمل برضو حاجة دي هنقول له ان افن الوول دي ساوي نضي. النق داخل الليو بي او الاف كوندشن دي كلام ده. طيب. ده كده حاجة كنا ممكن برضو آآ نعملها. طيب. بعد كده احنا خلاص جبنا او جبنا كل جبنا بتاعتها طيب نرجع كده الخاطر اللي احنا كنا عايزين نعملها. احنا خلاص كده خلصنا الاجزاء الخاصة بالوول. احنا نعمل بعد كده اجزاء الخاصة بايه? اجزاء الخاصة بالفلور. اول حاجة عايزين آآ بتاع الفلور. بعد كده عايزين نعمل ونجيب الليفل والكلام ده كله. بس في نقطة قبل ما نتسى ان احنا كنا هفوض نتشيك بتاع الليفل بتاع الوول. بمعنى ان انا عايز لأول اتأكد ان الوولز دي كلها في ليفل واحد. طيب هعمل حاجة كده ازاي? ممكن انا هتشيك الكلام ازاي? انا خلاص بعد ما خلصت الوول. هفوض ان انا عايز اتشيك ان احنا عندنا لستة فيها بتاعت كل فانا كنتم ممكن اعمل كده اقوله ليفل اي دي. مسلا هو الليست لو حد مش عنده آآ خبرة اي ليست يبقى لها عنصر بتاعتها لها اندكس. يعني مسلا لو الليستة دي فيها اربع عناصر العنصر الاول يبقى في الاندكس رقم صفر. العنصر التاني يبقى في الاندكس رقم واحد. وعنصر التالت في الاندكس رقم اتنين. وعنصر رابع في الاندكس رقم تلاتة. دايما بيقى اقل واحد من آآ عدد العناصر. فانا مفروقة تشكت كانت دا. اقول له مسلا ان الليفل الاي دي بسيء الاولاية بس هو كان دا مش احسن حاجة يعني دا مش احسن مش اضرف حاجة. مش احسن دي فيها مسلا عشرة آآ مش قاعدة تشك العشرة فالاحسن ممكن استخدم آآ حاجة اسمها اللينك اللينك دي حاجة ما كنت رسلت عملها بتدي بعض اللي انا آآ ممكن استخدمها بتسهل علي بعض العمليات. زي ايه? انا ممكن اقول له. انا عايز الاول الليفل الاي دي. انا عايز اعمل ايه? عايز ادخل جوة الليست دي. اتشك ان كل منهم بيساوي التاني. او مسلا. لو انا اقول لنا مسلا الليست دي عبرها عن اربع آآ اربع ايديس. اللي هما بتوع الاربع. طيب. عايز تشك ان الليفل التاني والتالت والرابع زي الاولاني. ما هما لو التاني والتالت والرابع زي اولاني. بهم كلهم زيبعة. لو انا اخترت حاجة وسبتها وحاولت تساوي بيها بقية الحاجات يوم ما كلهم زي بعض. طيب فهي عمل حاجة ازاي? هقول له في ميسود اسمها دوت اول. دوت اول دي بيدخل على كل العناصر من اسمها كلمة اول يعني هيجي يعمل حاجة اللي انا عايز اعمالها دلوقتي دي لكل العناصر الداخل الليست دي. دوت اول. دوت اول دي بتاخد حاجة اسمها او مش عايزين يدخل في توصيل دي حاجة يعني بس الفكرة ان انا بدي له اسم الحاجة اللي انا عاني استخدمها وابدعم عليها بعض العمليات. دمعنى وديكم مسلا الليفل. الليفل ده. هقول له. ان بتاع الليفل بيساوي او او ممكن حتى ناخد الليفل اي دي بيساوي الليفل اي دي بتاع اول عنصر اللي هو العنصر الصفر. يبقى هنا هيعمل ايه? عايزين ناخد العنصر اللي هو كل واحد منهم اللي هو يكون عنصر اول التاني التاني وهكزا. نتشيك ان هو بيساوي العنصر الاولاني اللي هو الاندكس بتاعه بصفر. لو في حالة بتاعه لو لو العنصر دي كلها بتساوي اول عنصر يبقى هما كلهم بيساوي بعض. انا في الحالة دي اه سويت او او تكيت ان هما بيساوي بعض. طيب. لو الكلام ده مزبوط يعني لو الكلام ده هو فينا تقريبا ان قوس غلط او قوس لو الكلام ده مزبوط في الحالة دي ابدأ اشتغل اللي انا عايز اشتغل. لو غير كده هقول له ان الريزلت برضو هتساوي يعني لو هو الاول هنا هيخش على بتاع هكل العناصر. كلمة قول هيخش على كل العناصر. كلمة اللي انا كتبها دي ممكن اكتب اي كلمة ممكن اكتب مثلا يعني مش مشكلة اي حاجة بس في الأخ اللي هعملو هنا هو اللي عملو هنا. معنى الكلام ده ايه? ان انا هدي اسم لكل العناصر لداخل ولكن اسم اللي هو يعني اختصار الليفل. هتشك ان الليفل ده بيساوي او يعني بيساوي العنصر الاول في طبعا هو لو كلهم بيساوي العنصر الاول يبقى ما كلهم بيساوي بعض يبقى كده كلها متساوي. يبقى كده عملت بتاع بتاع بعد كده عايز اعمل بقى من احنا اخدنا الكيرفلوب دوت كرييت بقى دراعا منها آآ آآ يبقى انا اقول له هنا ايه? هقول له الكيرفلوب دوت? هتلاقي هنا كرييت وكرييت فيا كوبي كرييت فيا قدنا على هوم من شوية. هلاقى دي بتاخد ايه? بتاخد الكيرفلوب اللي هو الاصلي بتاع الاولز وبعد كدها بتعمل حسب المسافات الاوفز اللي انا هدها له. يبقى انا هيكله ايه? الاول ما فقدنا انا اعمل كيرفلوب اللي هو عبارة عن بتاعت الكيرفز بتاعت الوول. يبقى انا هقول له كيرفلوب دوت كيريت هتدي له الوول كيرفز. طيب بعد كده بعد كده هياخد المسافات بتاعت الافسط. طيب انا اصلا متدي له او مسجل في كل اه في كل وول مسجل قيمة الووتس على اتنين اللي هو الافسط بتاع كل وول في اللي اسمها. طيب عايز تالت حاجة ايه. عايز حاجة اسمها طيب ده الوول ده بقولك ايه بقولك ازا او العمودي او Mate的 بمعنى ان انا هو عايز او التجاه العمودي على المستوى لها ترسم عليه. طيب انا هرسم الفلور فانه هرسمه في اللي هو يبعا بالنسبالي المفروض العمودي على اه مستوى الرسم هو عبارة عن او او اللي هو الاتجاه? اللي هو التجاه الاعلى. طيب انا لو قلت مسلا ان انا هرسم فيكتور بيمثل الاتجاه الاعادة هيبقى عبارض عن ايه? طيب يبقى هنا بصفر والبي بصفر والزد بواحد. معنى ان زد بواحد يبقى هو في اتجاه الزد. طيب انا هقول له هنا بصفر وصفر وواحد. طيب يبقى انا كده عملت اعملت افصل لين مف Earth انا استقبل الكيرفلوب ده في الفاريابول ده يكون مسلا يسميه فلور كيرفز. بقى انا كده دي هتعمل هيعمل من الكيرفلوب بتاع الوولز او مسافات بتاع كل وول وفي اتجاه الزد يعني هنرسم على طيب بعد كده خلينيه ماشيين كده انا برضو نعمل كومنت يبقى هنا نرجع تاني احنا عملنا خلاص بعد كده نعمل ايه نعمل كيرفلوب هنيجي في كل كيرف من اه الكيرفات داخل الكيرفلوب دي طيب انا اول هعمل ايه? هقول له كيرف الري ده ولكن نسميها كيرف الري وتساوي كيرف الري وهاجي هلف على كل الكيرفات اللي داخل الكيرفلوب ان الكيرفلوب اللي هو بتاع هضيف او هقول له الكيرف الري اضيف لي الكيرف ده يبقى انا هيعمل ايه? هيلف على الكيرفات بتاعة هيديف كل واحد منهم داخل الكيرف الري طيب انا ممكن نعمل نكتب كده طيب ونيجي نعمل ايه? نقول له مسلا هنا هو كده عمل اللي هيرسم عليه اللي هو الكيرف الري اللي هو عبارة عن الكيرفات اللي معمولة افست من الكيرفات بتاعة طيب بعد كده بعد كده خطوة رقم تلاتة عايزين نجيب الليفل بتاع الفلور يبقى حيانا عايزين نجيب ايه حاجة من الموديل بنستخدم دوت جيت المنت طيب فانا ممكن اقول له هنا ايه? هقول له دوت جيت المنت وديده قلنا ايه ما بياخد الريفرنس ايه ما بتاخد الاي دي طيب انا دلوقتي ايه اللي معي? انا معي listة اللي فيها الاي دي بتاع people وانا متأكد طرالما دخلت داخل داه متأكد ان هم كلهم بيص�� middle ده يعني لو استخدمت اي واحدة منهم هي بنسبالي هي التانية مسا كلها نفس level او نفس level i d فانا ممكن اديله اي واحدة منهم فاقول له اسلا level ids of zero خلاص هم كلهم كده كده بيصاب بعض فانا متأكد ما فيش مشكلة فانا اتقابل الكلام ده في اه الليف اه انا بيرجع الاي منت يبقى انا ممكن اقول له قلع هذا ما ليش اعر السبопрос انه هنا الليفل. واقول له از الليفل. يبقى انا كده استقبلت او جبت اللي هو الليفل ايدي بتاعه باول عنصر في الليستة. وكده كده انا متأكد هم كلهم بيستقلوا بعض يبقى هم كلهم نفس الليفل. وبالتالي استقبلته اه في الليفل وانا هو هنا بيرجع الليفل بعمله او استقبله كليفل. يبقى انا ممكن اقول له هنا ايه? اه 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 مثلا او ان انا هرسم فيه الفلور. طيب بعد كده نخش على الخطة اللي بعدها احنا ننزمين الخطوات بتاعاتنا فنقدر نفتهم هنعمل ايه? عايزين بعد كده احنا خلاص جبنا عايزين بعد كده الليفل طيب اللي احنا هنستخدمها. وعشان نعمل الحاجة هنستخدم لأول مرة بقى النهاردة الفلتر اللي هو بيعمل ايه? اللي هو بيجيب حاجة من بس نتيجة معينة او معينة. اللي هو انا عايز اجيب نوع الفلور اللي هرسم بها. طيب لو احنا مسلا في برامج خلنا نكتب كومنت كده. لو انت فتحت هتلاقي مسلا حاجة اسمها مثلا تلتميت ميلي. اللي هو نوع الفلور. هتلاقي في حاجة اسمها مسلا جينيريك ميتين ميلي. هتلاقي حاجة اسمها كزا. حسب اسم الفلور. فاحنا وليكن هنختار هنستخدم وليكن مسلا الجينيريك تلتمية. يبقى انا عايزين نستخدم الفلور او الفلور طيب اللي الاسم بتاعها جينيريك تلتميت ميلي. ده كده الكندشن اللي عايزين نستخدمه او نكوليكت بيه من المودة. طيب. يبقى انا هنا هقول له ايه? كوليكت. زافلور طيب تو بي يوزد. هنعمل ايه? هنعمل فلتر ايمن كوليكتور طيب. فلتر ايمن كوليكتور هنقول له. نيو. فلتر ايمن كوليكتور. بياخد ايه? بياخد الدوكمنت. طيب هتديل الدوكمنت. بعد كده بقول له. احنا عايزين الكوندشن. احنا قلنا على القل يكون في واحد عشان نقدر يجيب بي ايه? عايزين نجيب الحاجة اللي من النوع او النوع بتاعها او بتاعها طيب. يبقى ايه? عبارة عن طيب. طيب. بعد كده انا كده هيجيب كل الحاجات اللي من النوع طيب. طيب انا عايز اجيب بعد كده هلا انا عايز اجيب كل ولا عايز اجيب فلور واحدة. عايز اجيب فلور واحدة فقط. اللي اسمها او بتاعها اللي احنا قلنا عنها من شوية. بنقول له هاتلي اول واحدة او هاتلي اول عنصر. اللي اسمها وليكن مسلا الاي. اي دوت نيم او بيساوي. كل انا بستخدمه ده ده برضو اللينك. نفس فكرة اللين اللي انا استخدمته هنا. او فيه اه التعبير اللي هي اللي بيسموها لو قفت عليك هتلاقي فيه يا عكس ما اللينك. دي نفس الكلام برضو انه قفت هنا هتلاقي فيه اللي هي اه اللينك. دي حاجة بقدر اه اجيب بها حاجات من الموديل او من الداتا. سواء داتا بيز او اي بي اي او هان كان الحاجة اللي بستخدمها. طيب هنا لفكرة ان انا خلاص جبت الكلاس اللي بنوع فلور طيب. عايز اجيب اول واحد يكون اسمه او اللي اسمه. اسمه ايه? وليكن مسلا. اه مسلا. طيب. فاحنا ممكن نقول له هنا. اللي الاسم بتاعها تلتمية ميلة. طيب بعد كده. بعد كده انا عايز الكلام ده. مفقود انها هيرجع. لو جينا وقفنا كده هيرجع. طيب انا عايز ارجع طيب. يبقى احنا زي بنعمل على طول. لما كنت بنرجع هنا اليمت. كنت بنعمل از. نعمل از. طيب. انا ممكن استابل هنا الكلام ده. طيب. بقول له. طيب. بتساوي الكلام ده كله. وهنا. از. طيب. يبقى ارجع الكلام ده كله. وحوله من. طيب. طيب. لو انا مش عايز استخدم كلمة كده اه بالشكل ده. ممكن انا اعمل هنا اسمي. يعني اقول له هنا مسلا. طيب. ولكم بتساوي الكاملة اللي هو ده. اللي هو جينيريك تلتمين. وبعد كده اقض الكلام ده واستخدمه هنا. يلا لو انا عايز افصل ما بين الميسوت دي او دي. ما بين الجملة اللي فيها اسم الفلور. هنا اقول له مسلا ايه? نيم الفلور طيب. ده اسم الفلور طيب اللي استخدمه. طيب. لو انا عايز اخلي اليوزر هو اللي يقول مسلا انا عايز استخدم قاني الفلور يعني مش عايز يبقى القادل اللي انا باعمله او الباجل اللي ماعمله. في فلور معنا هي اللي سبتة. لو انا عايز اليوزر يستخدم الفلور. في حال دي اضطر ان انا خلي اليوزر يعمل امبوت معين. دي موضوع خالص فمش يقدر الكلام عنه النهاردة. وممكن انا استخدم اه حاجة من ادوات او بحيس ان اليوزر يسلكت من المودل نوع معين وهو اللي يقول عليه او يكتبه وبالتالي يقدر نستخدمه. دي مش هتفرق كتير في الادن احنا دي حاجة سنوية فمش هنتكلم عنه النهاردة. بس احنا فهمنا الفكرة بتاعتها. طيب انا بعد كده خلاص انا افضل ايه خططنا ممكن عملية تاني. خلاص احنا كده جبنا طيب. عايزين نجهز المودل في المودل. وقولنا عشان نعمل في المودل. هستخدم الطرنساكشن. طيب الطرنساكشن قلنا نفتح حاجة في الطرنساكشن. بنعمل عمليات اللي فيها تغيير المودل. وكان بنعمل كومت او رول باك حسب الحاجة اللي حصلت. لو في ارور بيعمل رول باك ببدينا تمام بنعمل كومت. يبقى انا هنا هعمل ايه? هفتح عشان هفتح ترنساكشن. في السي شارب بعمل بقول له ترنساكشن. ولكن اسمها بتساوي بتاخد حاجتين بتاخد الدوكمنت اللي هو المودل اللي عندي. وبتاخد ان 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 ده لو احنا خدنا بنا في كان بيقول لي ان اسم الترنساكشن ده بيفرق معايا في الاندو والريدو بتاع المودل. بمعنى ايه? انها لو عملت مسلا اي امر او او اي حاجة في المودل. وعايز ارجع فيه. لو دست كنترول زد او اندو بيرجع فيه. لو دست كنترول آآ واي تقريبا اللي هو يدو بيعمل حاجة تانية. بمعنى ان انا لو لو الحاجة دي اعملتها وعايز اخلي اليوزر يتراجع عنها تقدر تنضاف في القائمة بتاعة الاندو. او اقدر لما اعمل كنترول زد يعمل لها اندو. فدي حاجة وويسة فانا مفهود ان انا استخدمها. فعشان استخدمها بديلها نيم. عشان لما يجي يعمل اندوليها يبقى عارف فانا يكون مسلا نيم ده اقول له كرييت. آآ فلور مسلا او ممكن اخليها فلور. يعني بيكون اسم مميز. طيب بعد كده الاقواس بتاعت دي اقواس اللي انا هكتب فيها الجميع الحاجات اللي هتحصل داخل دي تمثل بالنسبالي لو ناخد بالنا في اول من شوية بكل مشرح لو قلنا ان في اطار بيتمي فيه الحاجات اللي جهة الترانساكشن. وبعد كده العامات اللي بتستخدمها وبعد كده الحاجات اللي جهة الترانساكشن. بدا كده الاطار بتاع الترانساكشن. اللي هو طيب. وقلنا ان هو تلقائي بيعمل المفروض بيعمل كوميت ورول باك الحاجة. بس انا اعمل حاجة دي بشكل منول. هو كان ايه لي كده في بتاع تريفة بقوة. فانا هقول له هنا ايه? اقول له ترانساكشن دوت ستارت. انا كده هفتح الترانساكشن. طيب بعد كده بفوت في الاخر بعمل ترانساكشن دوت كوميت ان انا بخلاص طناشا. داخل او ما بين الحاجتين دول بقى بدعم الحاجات اللي فيها تغيير في المودل. اللي هي هنا بالنسبالي اللي هي بالنسبالي اللي هو هيبدأ يرسم الفلور نفسها يبقى انها كل الحاجة ده كل ما هيرش حاجة في المودل. كنت بجيب دهتة من المودل بجيب بجيب الكلام ده كله. لكن هيبدأ هنا اغير في المودل هيبدأ يرسم حاجة او هيعدل حاجة يبقى هيبدأ يعمل لازم يعمل ترانساكشن. يبقى انا اقول له دوت كريت دوت نيو فلور بياخد ايه? قلنا بياخد في اكتر من احنا قلنا الحاجة اللي في اربعة اربعة اول حاجة اللي هو اللي هو اللي احنا عامناها من شوية. تاني حاجة نوع اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو طيب اللي هو اللي هو اللي احنا لسه جايبينه. بعد كده خلاص احنا استقبلنا من شوية. جبناه من بتاعة يبقى اقول له بعد كده نوع البلاطة. لو خليها بخليها فولز فانا هخليها يبقى اقول له فولز. طيب كده هيرسم آآ هعزين نعمل هنا نقول له مسلا هنا 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 ممكن نقول له مسلا هنا ممكن كومت شينز تو زامود يعني سيف الحاجات اللي حصلت للمدن. طيب. مش هو ممكن هنا يحصل يعني ممكن هو بيرسم الكلام ده يحصل فانا نفوض نعمل ايه? ممكن نعمل يعني اقول له ان لو حصل او حصل يرجع كل الحاجات فانا ممكن هنا اقول له ودخل الكلام ده كله داخل ولو حصل يعمل ده خدنا المرة اللي فاتت يعمل هنا ايه? يبدأ يعمل يخلي المسيج اللي هي في اول الحاجة اللي هنا دي اللي هو يخلي ليوزر يزهر له مسيج معنا فيها المشكلة يبقى يقول له المسيج بتساوي او وبعد كده يعمل يرجع كل الحاجات اللي حصلت طيب وبعد كده يخلي بتساوي طيب هنا ممكن نقول له ايه? يعني هي رجع كل اللي حصل اللي هو بتاع الفرور لو حصل في مشكلة رجعه تاني وبعد كده خلاص هنخلي آآ تبقى طيب آآ في حد بيسأل موجود امتى هو كده كده الفانس عمر بنزلها على اليوتيوب وبتبقى موجودة على الفيسبوك على بيم اربيا وبرضة انا بنزلها على اليوتيوب بتاعي فكده كده هتبقى موجودة ان شاء الله لو حد عايز راجع حاجة هتبقى موجودة ان شاء الله طيب احنا كده احنا خلصنا خلصنا الحاجة الى احنا عايزين نعملها عايزين بقى واسميه بالحاجة اللي انا عايز اسميه. اللي هو مسلا كريت فلور تو او كريت فلور فروم وولز. طيب نفس اسم الفايل مفيش مشكلة. طيب هنا اسم طبعا الكلاسة مختلف فانا ممكن اخده كابي عشان ما يبقاش فيه لخضطة. واحطه هنا. وبعد كده الديتيلز بتاعتي ولايكم مسلا وولز تو اه فلور او ممكن كريت فلور باي وولز مسلا. هنا او خلي ده تدخل ده مسلا وخلي ده بتاعي مسلا اه كريت فلور او فلور طيب بعد كده خلاص دي ما فيش مشكلة قلنا يعني لازم يكون دوكمنت اكتب عشان يظهر القدم ده. اخر حاجة لازم نعملنا هغيرها اللي هي ايه? الجود او اللي هو قلنا ان احنا لازم نعمل لكل اه كوماند يكون مختلف عن التاني. قلنا بنعملها ازاي? قلنا بنيجي على التولز هنا. قلنا بنعمل كريت جود. بنعمل نيو بناخد الكلام ده قبي بنحطه هنا. بنبدأ نشيل الزيادات دي مش عايزينها. ده احنا كده خلصنا. قلنا بنعمل ايه بعد كده? قلنا احنا مسجلين في خلاص ده قلناها مرة اللي فاتت. قلنا نسجلين في ان هو بيروح يعمل قبي للملفات في الباص بتاع الادنز بتاعة الريفن. فده خلاص احنا قبل كده فمش هقوله تاني. هنعمل بس بلد. مجارب من نعمل بلد هو هيعمل هيروح يبقى للمفات دي. هنعمل قال لي خلاص فيه ونفتح بعد كده لو جينا فتحنا الريفت كده. عايزين نجرب اللي احنا عملناه اللي هو بيعمل ايه? مقف هو بيسلكت الولز. وبعد ما يسلكت الولز اه يبدأ يرسم الفلور اللي من نوع جينيليك تلتمية. هو انا هيقول لي فيه ملفيني تحطيتهم. وهي حسنوا نقول له ماشي. والتاني اسمه اللي هو القدن التاني. اللي هم الاتنين اللي احنا لسه اه حطرهم فيه الملف بتاع طيب. عايزين نفتح ملف. احنا اكون مجالز ملف في الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها. اللي هو ملف الريفت ده. اللي هو في الولز. طيب. هنا فيه ملف فيه خمس حوائط او او خمس اه ما نسميها رومز مثلا او خمس اه اوض موجودة. فقدنا لها لو عملت سلكت الكلام ده واستخدمت الامر يرسم في الور في دي نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. اللحظ هنا ان هنا الولز يكون لها نفس اه نفس الويتس اللي هو امتين ميلي عشان نجرب الفكر اللي احنا استخدمناها بتاع الافسيتس. وانا تلاقي مسلا هنا تلتمية ميلي هنا تلتمية ميلي هنا امتين هنا امتين يعني بحاول اجرب اشوف الادن هشتغل على اكتر من والا لأ ولفس الكلام لو الولز دي مش نفس السمك هل هيحصل مشكلة او لا? طيب خاني ندق ونشوف الادن ندخل على الاكسترنال تول هنلاقي فيه الحاجة اللي احنا نكون لعملهم. اللي كان بيجيب وتاني حاجة اللي هو طيب لو دوسنا عليه هيقول لي ايه? يعني اعمل الحاجات انت عايز تعمل عليها. طيب نلاحظ هنا لو انا جيت اقف على ده مش هادر ان انا او ده مش هادر ان انا انا مش هادر ان اعمل عليه هو مفيش اكتف نعمل لكن ممكن نعمل على مجارب اقف على الول بيعمل علامة بلاصة يعني اقدر اعمل عليها ليه الكلام ده? لان احنا عملنا بدا كده فايدة ان احنا ما يقدرش يعمل غير طيب خاني ندق نعمل كده ونعمل ونعمل واجبرا ما دوس انه هو يكون رسم في الباوندر بتاعي طيب نتأكد كده نقف على تاني هنلاقي فيه يعني وجينا وقفنا كده هنلاقي ان هنا في فلور نعمل في فلور من نوع عشرينيك ترتمية بقى انا كده الادن بتاع الشغال زي الفل لو جينا وقفنا وقفنا في هتلاقيها برضو في فلور ترسمت لو جينا على الول دي لقى انا في فلور مرسومة ليه الفلور التحت دي بقى انا كده رسمت فلور فعلا طيب بنرجع تاني نجرب الادن على المجموعة دي فهاجي برضو طيب خلينا قبل ما نجرب عايزين نشوف حاجة تانية مش احنا قلنا ان بينضاف لقائمة يعني انا لو جيت عملت هيرجع فيها طيب عايزين نتأكد من كان ده لو ويفت هنا بقول لك ايه بقول لك لو دست بيرجع اخر حاجة انت عملتها طيب لو جبت قائمة بتاعتها هتلاقي ان في حاجة اسمها اللي هي اسم اللي احنا عملناها او سميناها واحنا بنعمل وبالتالي اقدر لو دست عايزين يبدأ يعمل ايه الحاجة اللي عايزين نعملها طيب تمام طيب عايزين نجرب بقى الادن على المجموعة التانية طيب فهدوس فلور فروم وولز اللي عملنا سليكت عليها طيب نيجي باعكيان نشوف هل في فلور اتعملت ولا اقى اللي فعلا في برضو فلور اتعملت اللي هي تلتمية طيب ده كلام جميل جدا طيب عايزين نجرب هنا كده على الولز دي لو جينا عملنا طبعا انت هتجرب ليه مهم ما كلهم شواء بعض طيب خلان نجرب ونشوف خلان نجرب وجاي نعمل على سليكت علي دي دوس فنش اه ضرب ارور ليه ضرب ارور طيب تعال نجرب كده على على الولد التانية لو جينا جربنا على الول دي وجينا عملنا على الول دي برضو ضرب ارور لا هم ليه بيعمل هنا ارور مش هم كلهم زي بعض طيب لو جينا جربنا هنا مسلا على مجموعة الحطان دي برضو ضرب ارور طيب هنا في مشكلة بتاعي مشكلة طبعا هو انا انا واخد بالي المشكلة بس انا مارضتش انا قاصد ان انا خلي بقى في مشكلة في الكود عشان نعالجها مع بعض بس انا عايز يعني ايه لو حد نفتح كده او نفتح المايك احنا خلاص اعتبر خلصنا السيشن فاضل خمس زيب ونخلص خانا اخو بس كده اراء الناس لو سواء حد عايز يكتبع الشات او في ليه الاتنين دول كانوا شغالين او لو انا عملت فلور فرمول اشتغلوا ليه التلات دول ما اشتغلوش يعني هو طبعا مش باين في فرق اخلص في الولد بس يا ترى ايه من الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة اللي ممكن تخلي البراجم ما اشتغلش او تخلي يبقى فيه ارور ايه ايه لحاجة اللي ممكن ان احنا بنرسم في لور يحصل فيها ارور وبالتالي خلي ده ما اشتغلش يعني اسيب دي اكاد الناس لو اتفكر وحد عايز يكتب في فيmission او حد عايز اه يفتح المايك لا الليفل تمام الليفل هو مشكلة ان هما كلهم بعد ان اك نفس الليفل هوجد نظرك انك اتفكر صح بس هما كلهم بعد سمان في نفس الليفل لو يفتع coral وال هتليم كلهم لنفس الليفل كلهم نفس الليفل فدي مش المشكلة انت عندك خلق وهو مش نفس الليفل كان هيبيحصل مشكلة بس انا في حاجة دي مش مش هيدي الكسل اللي عندنا. ايه تارى ممكن يكون في ايه الكسل اللي عندنا فيها مشكلة؟ لو حد يفكر كده انا كده كده طبعا هقول على الحل بس انا يعني حابب الناس تفكر حاجة احنا قلناها قلنا لازم تبقى موجودة في رسمة الفلور. طيب هفتح لك سري دي مفيش مشكلة ادي سري دي قم اكونوا زيباعد بالزبط فياتر ايه بقى المشكلة يعني اللي ممكن يكون في مشكلة مسلا الطيبول لا هو الطيبول مفيش مشكلة برضو ليه? ان انا هنا تلتمائة ميلي متين تلتمائة ميلي متين واشتغلت عادي. يعني حتى انا مش نفس الول مكانش في انا مشكلة. فواضح ان المشكلة مش في الول. سؤال باقي عن الكورتس اه موجود اه في بس هو يعني زي ما تول كده بقى قديم فما عادش بينزل عليه الحاجات الحديثة اللي ما يكسب تنزلها. فالافضل طبعا لو تقدر تستخدم استيشار بيبقى افضل. اه لو حد يقدر يجاوب انا قدام دقيقة بالضبط. لو محدش جاوب هابدى اقول ايه المشكلة? او ايه الحاجة اللي بتعمل ده. ليه الاتنين دول يشتغلوا? الاتنين دول ما يشتغلوش. حد عايز يفتح المايك او يكتب على الشات. حاجة احنا قلناها. مش حاجة جديدة. يعني لو انت راجعتك اللي قلناها. الاي دي. لا الاي دي ما نوش علاقة بالكلام ده. هما كده كده هو يسليكت الهولز ايه كان اللي اجيب تحتها عبارة عن ايه? حد هيجاوب ولا اقول? حاضر هوريك الكود مش مشكلة? بس طب خلينا عشان عشان ما نضيعش وقت. هو المشكلة مش في الكود. المشكلة في المودل. فانت الكود مش مش يفيدك بحاجة. اه لا احنا احنا قلنا عايزين نرسم في الور معماري. الور ما ناشي علاقة بالموضوع. فدي برضو مش المشكلة. طيب انا عشان وقت ما نضيعش انا يعني ايه? طب انا هسهل لكم الموضوع شوية ممكن حد يجاوب. يعني هسهل الموضوع شوية. طيب تعالى نرسم كده من اول وجديد ونشوف ونشوف هيحصل ايه? طيب تعالى نرجع تاني الليفل. نسيبك من الورز دي خلاص. تعالى نرسم احنا وول. ولاكم مسلا هنرسم دلوقتي. ادي وول. ادي وول. ادي وول. تمام. عايزين نرسم مجموعة تانية. ولاكم مسلا. ادي وول. ادي وول تانية. ادي وول كمان. ادي وول كمان. خلاص? طيب. عايزين نرسم كده او نستخدم فروف الموضوع. عايزين نبدأ نستخدمها على الولز دي. هندوس. اللي هي اشتغلت تمام. اللي شمان اشتغلت هنا بقى ما كانش مش هادلوقتي. طيب عايزين نجرب على الولز التانية دي. نرسم هنا. اضرب ارور. اه طب حد لاحز بقى ايه اللي حصل يعني انا كده رسمتها قدامكم. يبقى اكيد في حاجة في الموضوع انا برسم. خل الده ما يشتغلش. وخل الده يشتغل. هل بقى حد عنده فكرة ايه اللي ممكن يكون حصل? اللوب بالزبط كده. يبقى المشكلة في الكيرفلوب. المشكلة في الكيرفلوب. ايه المشكلة في كيرفلوب? تعالى نرجع كده نشوف. وانا برسم ايه اللي حصل? او انا برسم ازاي? او الكيرفلوب ايه المشكلة فيه? احنا قلنا الكيرفلوب لازم يكون في مجموعة شروط. يبقى الشروط دي ما تحققتش. وبالتالي هو ما قدرش يرسم الفلور. طيب ايه المشكلة في في الموديل ده او ايه الحل بتاعها? انا هقول للمشكلة هشرحها بالتفصيل دي الوقت في البوربوينت. بس الافضل ان انا مش مش هحلها معاكم كل كده النهاردة. بحيس لو حد عنده آآ يعني عنده فكرة هو ممكن يحلها ازاي? يعني على المحاضرة الجاية. محاضرة جاية اخر محاضرة ان شاء الله. المحاضرة الجاية المفقودة هنتكلم على الحاجات اللي ممكن نعملها. عشان نزود بها آآ اللي نولجي باعتنا في وفي نفس الوقت هناخد شوية ممكن نستخدمها. وازاي ان احنا نصدر بلاجن ده لو عايزين تديه ونخليه بشكله كويس. فممكن في المحاضرة الجاية في بدايتها نقول حل المشكلة آآ ككود يعني نشوف ايه الحل اللي ممكن نعمل به آآ المشكلة. بس انا هاسبها من غير حل. يعني هقول طريقة الحل بالضبط بس من غير ما اعمل الكود. بحيس لو حد عايز يفكر والمرة الجاية ممكن هشوف الحل منكم. حتى لو لو محدش عنده خلفاء في برو جراميك مش شرط انه يكتب الكود. يعني المرة الجاية ممكن في اول المحاضرة. ممكن الناس تكتب طريقة الحل حتى لو بالعربي. يعني يقول بس انا هعمل كزا كهطوات حل او يكتب بالانجلش او كان اللغة بتاعته. ممكن بس يقول ايه اللي ممكن يعمله او ايه اللي ممكن يحلي بالمشكلة. مش شرط اكتب كود. عشان مش كل الناس آآ عندها خبرة في كود. هو الفكرة بس في طريقة الحل آآ بشكل عاكب كنت ننزيم في الحل. طبع بتاع نرجع للبار بوينتو نشوف ايه المشكلة. قبل ما نخلص الاستشايا بتاعت النهاردة. طيب. هل كنا خلاص بنرسم الفلور. وعملنا البراجن. وطلح ان في مشكلة. المشكلة اسمها ايه? اسمها كيرفز كنتيجوتي. كنتيجوتي دي معناها ان الكيرف لازم يكون كنتيجوتي. بمعنى ان الكيرفات تكون فيها كنتيجنز معينة بحيس ان هي يكون متصلة مع بعضها. ويكون في سيكونس معين في الكيرفات دي. ولو ما تحققتش يبقى فيه او ان ما فيش اه اتصال ما بينهم او ما فيش كنتيجنز مش متحقق. طيب. فايه? ايه اللي بيحصل? خلنا نشوف اللي كنا ناسمينها صح. او كنا ناسمينها بشكل مزبوط. وبالتالي لما جيت تبطت عليها البلوجين كانت شغالة. بالضبط. بالضبط. النفس اللي انت قلت بالضبط كده دي احدى المشاكل اوه فيه 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 حوالي مشكلتين او تلاتة دي واحدة منهم. طيب فدل الوقت انا انا برسم وول. هرسي مسلا وول ازاي? ولكن دي اول وول. اللي هي رقم واحد دي. خلنا نبدأ ناسم من البوينتر. اول وول اللي هي دي. فانا هرسمها. ولكن مسلا كل الحوائط عندي طولها خمسة متر. فانا هرسم من الصفر والصفر للخامسة والصفر. ده كده. اللي بتاع budget بعد كده وانا برسم هرسم الحوائط التانية برضو بنفس الطريقة. طيب بعد كده هرسم الحواطة التالتة بنفس الطريقة. بعد كده الاحطة رابعة بنفس الطريقة. لو انا جيت عملت الحوائط دي بنفس ترتيب ده بنفس كل البيانات دي وجيت ارسمتها يا كده مزبوط. لو انا جيت عملت عليها بتاعنا او بتاع الفلور هيدينا نتيجة مزبوطة هيرسم في بتاع الوولز دي هيرسم الفلور اللي هي تلتمية ملي طيب. كان عندي الوول تانية. الوول تانية دي مثلا كانت مرسومة بالاتجاه ده. اول الوول اللي هي الوول دي. مرسومها بنفس الاتجاه عادي من الصفر صفر لخمسة والصفر. بس تاني الوول اللي انا هرسمها دي مرسومة في الاتجاه العكسي. لو ناخد بالنا انا وفوض بدء من الشمال اليمين. وفوض نبدأ من يمين هنا من تحت. واطلع بنفس الاتجاية. عشان يبقى في آآ يبقى نقطة الاندي هنا هي السطارت بتاع الكيرف اللي بعد او اليpad بس انا ما جدتها ارسمتها رسمت العكس من فوق لتحت هي صيح نفس النقط بس الحمسة والخمسة والاندي بت خمسة الصفر مش العكس طيب جيت بعد اكبر قد رسمت الكيرف التالت ورسمت كيرف الرابعة. يعني ان عندي مشكلة في الكيرف ده. مشكلة في ايه? في الوحليجزن. يبقى نتيجة ان الوحليجزن هنا مش هو اللي ما فوق ترسم بيه فوق تبدأ الستارت هنا والاند فوق. بالتالي بقى عندي اللوب كله ما بقاش كنت جوس. ما بقاش بنفس اللي عايزين آآ نرسم عليه. طيب تعاني شو مشكلة تانية بدي احدى المشاكل. المشكلة تانية مشكلة تانية انا ممكن ارسم الكيرف الاولاني. وممكن اجي عند الكيرف التاني ما ارسمش الكيرف اللي جنبه ما شرطة. انا ممكن ارسم مثلا الكيرف اللي فوق. وبعد كده ارسم الكيرف التالت. بحكي ارسم كلف الرابع. هنلاحظ رغم ان الان هنا مضبوط بس او الترتيب بتاع الرسم مختلف. يعني انا رسمت اللي تحكت الاول. بحكي ارسمت اللي فوق. بحكي ارسمت اللي على الشمال. بحكي ارسمت العليمية. لما جيت عملت برضو كان في مشكلة. بس المشكلة دي في او في ترتيب. فاصبح عندي مشكلة في في بتاعت الكرفت. خيط. مشكلة التالتة. مشكلة التالتة ممكن تحصل ان انا ارسم برضو في الاتجاه ده. وبرضو ارسم هنا اللي فوق الاول. بارسم الشمال. وابدأ اعمل مشكلتين مع بعض. يعني ابدأ اغير في الترتيب. وفي نفس الوقت الاتجاه فيه غلط. يعني الوقت الكرفي اللي على يمين ده. اللي هو الرأسي. ده الاتجاه بتاعه غلط. وفي نفس الوقت الترتيب بتاعه مفودي براغم اتنين. فبقى عندي مشكلة في في الترتيب في نفس الوقت. فبقى عندي مشكلة في بتاعت الكرفيس. طيب يبقى المشكلة تاني باختصار عبارة عن ايه? عبارة عن انا لجري زر Margaret لو رجعت ارسم experiment. وُل لازم ارسم world بالشكل ده. انا هبدأ من نفس النقطة اللي قفت عندها ارسمição بعد من نفس النقطة اللي قفت عندها ارسم Draw' بعد وهكزا. حتى لو انا هرسم في الاتجاه عكسه عقارب الساعة او مع عقارب الساعة مش مشكلة. بس لازم يكون في نفس الاتجاه. لكن لو انا جيت رسمت بالشكل ده. عكاية جيت رسمت التانية كده. بما كده في مشكلة في في مشكلة في ترتيب. ده نفس ان انا عملت فوق من شوية انا جيت برضه رسمت الول بالشكل ده كده. وارسمة ترتيب مزبوط بس احكاس الاتجاه بقى من فوق لتحت. وجيت كملت بعد كده. ده برضه هيدي مشكلة. طيب دلوقتي ممكن حد يقول طبعا دلوقتي يعني انا جارس من ا steel ا BURIS ازاي? الفرض انا عندي جاهز. في مسلا حوالك كتيرة جدا. هل بقى مفروض انا امشي عبدي عليهم هشوفوا المرسومين ازاي? وبعضهم مشتاعر في ساعتها هو مين المرسوم قبل مين? فطبعا مشتريت حل. لبقى مفروض انا اعمل ايه? مفروض انا? اه هي اسمها لو قصدك على سوابي بصاح. سواب مش سويد. لو قصدك على سوابي بصاح. طيب. اه مفروض انا انا بعمل ايه? مفروض انا الاول في المودل قبل ما هو يرسم مفروض او الكيرفز او الكلف دي. يتشكل اول على متاحها مزبوط. لو مزبوط تمام يرسم. لو مش مزبوط يبدأ يعدلهم. طيب هنعدلهم ازاي? انا كده خلاص قلت المشكلة اللي عندنا او المشاكل اللي عندنا والاتنين ممكن يبقى في نفس الحالة مع بعض. كده قلنا المشكلة. وقلنا الحل هيبقى عن ايه? طيب الحل ككود انا مش يقولها النهاردة. هنخليها في بداية المحاضرة الجاية. بكده سبب اول حاجة المحاضرة يتقيلة جدا فكده هنكون طولنا. تاني حاجة المحاضرة الجاية ان شاء الله هكون اه صغيرة هنشرح فيها بعض الحاجات اللي لو عايزين نطور لنفسنا. وفي نفس الوقت لو احنا عايزين نصدر البلاجين ده من يوزر. اه فمش تبقى محاضرة تقيلة. فخليها في جهة المحاضرة الجاية. بس خلينا نتفهم او عندنا هو مورك صغير طبعا هو مش اجباري اللي عايز يعمل له. احنا المحاضرة الجاية عايزين يشوف لو حد عمل الكلام ده حتى لو هيكتب بس ملف كده حتى لو منف صغير مش شرط يعمل كود. ممكن يقول لي مسلا خطرة واحدة نعمل كزا. خطوة اتنين. خلينا نطور نكبر خط شوية. خطوة رقم اتنين كزا. اخر رقم تلاتة. يعني يقول لي بس خطوات. حتى لو مش كود. يقول لي مسلا خطوة قوانية هنكون بعمل كزا. خطوة تانية هنكون بعمل كزا. يقول لي بس طريقة الحل اللي ممكن نحل بيها المشكلة دي. عشان الناس تبدأ تشغل آآ يعني تشغل المخينة شوية في طريقة الحل بتاع المشكلة. طب يبقى احنا اتفعنا على بعض المحاضرة الجاية ان شاء الله نشوف الحاجة دي ونبدأ نشوف الحالة التاحة عبارة عن ايه. اه بزلت دي هتحل مشكلة 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 شوف بقى ازاي بنت كده دي كده صح بقى شوف هتحلها ازاي. ولو حد هيجيب حل يعني حاول يكتبها بخطوات حتى لو مش كود يقول مثلا هنعمل كزا هنعمل كزا هنعمل كزا هنعمل كزا هنشك على كزا لو لاقى كزا يعمل كزا لو ما لاقاش كزا يعمل كزا. آآ وهكزا يعني حسب الكود اللي هنكتبها. طيب واحنا كده خلاص عارفنا المشكلة بتاعة البلوجين وعرفنا المفروض الحل يكون ايه. وانا مرة جاية نشوف الحال. طيب. آآ قبل ما نهي المحاضرة عايزين نشوف خدنا ايه النهاردة النهاردة في اليوم ده. احنا خدنا آآ عارفنا عن ايه وعرفنا قلنا ان في حاجة آآ الانواع الترساكشن مزيدنا ايه? والموز بتاعتها اللي هي والمانول قلنا ده لو مش غير في المودل لو مجبور ده انا بجيب حاجة من المودل. والمانول لو انا بعمل في المودل او بغير في المودل. سواء بعمل وهكزا. طيب بعد كده اخدنا ان احنا ممكن نعمل بيزدى على زي وطبقنا على طيب بعد كده قلنا ايه? قلنا حاجة اسمها بتعمل ان انا بجيب حاجة من المودل بكوليكت المودل زي مسلا قلنا من شوية بنجيب اللي اللي اسم بتاعها طيب بعد كده اخدنا وانا انا في حاجة اسمها زي مسلا بتاعت زي مسلا زي الوول مسلا. بعد كده قلنا ان انا في حاجة اسمها وانا دي عبارة عن او سلسلة من دي اللي بقدر ارسم بيها البروفايل بتاع آآ الفلور. طيب بعد كده اخدنا المسو بتاعت وشرحناها بتفصيل وقلنا من استخدامها زي وطبقنا عليها. وبقى كده عملنا آآ بتاع آآ او واخر حاجة منقشنا آآ او اللي هي بتاعت الكيرف وقلنا المشكلة عبارة عن ايه? وقلنا مرة جيئة ان شاء الله في اول المحاضرة. هنشوف الحل بتاعها ونشوف لو في حد افكر فيها ممكن يبدأ يوريهلنا او يكتبها على الشات يقول ايه طريقة الحل او يشارك معنا بالمايك ما بيش مشكلة. فانا كده خلصت آآ المحاضرة التانية لو في حد عنده اي اسئلة ممكن يفتح بمايك او عشات آآ بقى مرحب يعني باي اسئلة ممكن حد يسألها ان شاء الله. آآ وبنسبة للسئلة الخاصة بالا بالكورسات اللي ممكن نستخدمها الكلام ده خليها في المحاضرة الجاية عشان المحاضرة الجاية اصلا اسمها فهنقول فيها الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نتعلم او نتعلم او نتعلم او نطور من نفسنا او او كلام ده كله. آآ ممكن نعمل زي تو بتتكلم زي لو احنا عايزين نختار نوع الفلور يعني او كده انا مش فاهم قصدك ايه بزبط لو قصدك على كده. آآ احنا قلنا انا ممكن حاجة زي كده تعمل بس قلنا مش هنغطيها في شرح بتاعنا. آآ عشان هتبقى يعني هتاخد وقت اكتر احنا بنحاول نستخدم الحاجة اللي فيها استخدام مباشرة يعني ما ما ندخلش معنا لويندوز فورمز او آآ بتاعت الويندوز او الو او الكلام ده كله. لكن ممكن آآ انت تستخدم طبعا يعني ممكن تعمل وجهة طبيقية زي مسلا اي بنامج بتشوفه على ويندوز وتخليه يتعامل مع دفتبول ده ممكن آآ